اهلا بكم اصدقائي العزاء وكما تعودنا يعني كل يوم موضوع جديد وبنحاول نفتح افاق ونشوف الناس بتفكر ازاي وانتوا عرفين سياسة القناة هنا ان احنا نرحب برأي ورأي الاخر بنرحب نسمع وجهات نظر مختلفة بنعمل حوارات في موضيع شتى ويمكن الشرط الوحيد ان احنا بس لا نرحب بالناس بتعمل خطاب عنصري او بتعمل خطاب فيه حنف او تحريض على العنف ده بس يعني ممكن نستضيف اي انسان مهما يعني كانت مهما كان مذهبه او عرقه او طبعا بيتكلم معنا باللغة العربية فمرحبا بالجميع ويعني بعد غد حيكون حنكمل السلسلة بتاعت الفلسفة وبكرة حنكمل سلسلة الفرق الفرق الاسلامية والفلسفة مع الاستاذ غازي كما تعودنا الاسابيع انضيلا معانا ضيف عزيز شوفتو قبل كده حضراتكم وموضوع لطيف وموضوع لطيف ان احنا حيتم تناوله من الصديق العزيز نضال النضال حيتكلم عليه من وجهة نظر ممكن ابروتش جديد يعني وحيتم اصارة موضوع ازاي الكون ده نشأ ازاي وعيين احنا نشأ بوجهة نظر ممكن تكون مختلفة مش علم الفيزياء التقليدي ولا في نفس وقت وجهة النظر بتاعت الاخوة الممكن الخرافيين او الاخوة الاسطوريين او اللي هي قصص الاديان بشكل عام اللي بتقول مثلا تكون اصلا كان ضفضع اصلا كان مثلا سمكة طلعت من البحر حاجات كتير او ادم وحوة وان مثلا يهوى خلق الارض في ست ايام وبعد كده تعب وقعد يستريح شوية وقصص الاديان التي هي لا تنتهي عن وجود الانسان وعن النشوق الكون فاحنا النهاردة هبنعمل ابروتش جديد وحنتكلم كمان على حاجة فيها جدل كتير ما ان كان يؤمن بيها ملايين الناس او اكثر من مليار انسان لعلهم نحو الاثنين مليار انسان بيصدقوا فكرة الايه التناسخ كلها الفكرة المقابلة لفكرة البعث فالتناسخ عند من يؤمن به هو دوت اللي بيتم بيها يعني محاسبة او يعني الانسان على ما يفعل من خير والشر طبعا فيه ناس يسموها التقمص ناس يسموها التناسخ واشياء اخرى وحنشوف برضو الابروتش بتاع النضال هل هو تخليدي ولا وجهة نظر جديدة ولا ايه يعني مش عايز اطول عليكو نسمع نضال وبعد كده نناقش نضال طبعا كما تعودنا في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه اولا وسنيا باسلوب لطيف ولعل كان يعني فيه تعليقات قبل ما اشوف يعني وحتى كنت بتكلم مع نضال لان التعليقات فيها ايه فيها يعني اخذ ورد كسير والناس عاجبها الموضوع والناس بيقولك التقمص ده خرافة وده كلام فاضي وعلوم الطاقة دي فاسدة ومش علوم الطاقة دي فاسدة والكلام ده كله ايه يعني خلينا نسمع نضال وبعد كما ممكن نقوله برضو اللي احنا عايزينه يعني يعجبنا الكلام يعجبناش كل واحد ايه زي ما بنقول لحنا بالمثال المصري عقله فراسه يعرف خلاصه المهم ان احنا بس نكون نحب بعض ونراعي بعض وما نحاولش نجرح بعض بالكلام وما نكونش عنصريين ولا نكون طائفيين وخلاص وكل واحد ايه يعني الله يعينه على ما يحويه في الجمع بتاعته اهلا يا نضال ومنور يا حبيبي منور منور حبيبي منور حبيبي احييك احييك على حضورك الفخم هذا والقيم كعددك عزيزي احمد موضعك ملهمة وفدة ورائعة جدا وتوحي يعني بتنوير الفكر للعالم العربي بالذات وانا من احد متابعي قناتك لما لها من فكر متنوع ومختلف يعني ويضم جميع انواع الفكر بدون تحييز او تمييز هذا ما يجعل قناتك فعلا صراحة بالنسبة لي هي مكان او موطن لكل مواطن عربي يجب ان يزوره يعني ويتفقده مثل ما يزور يعني باقي المدن وباقي الاماكن طيب يا عمي النظام انا هسيبلك المنصة تعرض الافكار بتاعتك وبعد كده هنطلعلك تاني ويحصل نقاش مع الاخوة وبطلب من الاخوة اللي موجودين معانا في البس والاخوات يكتب سؤال او تعليق وكله هيتقرأ طالما مكتوب بلغة جميلة ومهزبة زي يعني زي مش معظمكم زي كلكم مهزبين ولطاف اتفضل يا عمي النظام احيي جميع السادة المبجلين الحاضرين في هذه الحلقة قبل ان نبدأ في موضوع اليوم رغم ان الوقت ضيق لا ادري كم سيستغرق محاضرة اليوم لكن سأحاول ان الخص واختلص جوهر الحديث اولا يجب ان تعرفوا عزيزي الكرام ان هذا العالم ممتلى بالطوائف وكل شخص فيكم الان في هذه اللحظة بالضبط انه يتبع طائفة معينة وهذا هو الشيء ربما لا تلاحظوه انتم من انفسكم اولها انتم تتبعون طائفة سوى كانت طائفة دينية سوى كانت طائفة الحادية سوى كانت طائفة علمية او طائفة دينية وسأشرح في بعض الاحيان الانسان يظن انه يظن نفسه انه فعلا حر وانه متحيز لقراراته وخياراته وافعاله واقواله وحتى سلوكياته ولكن في نهاية المطاف يبقى الفخ الذي يقع فيه كل انسان بشري سوى في العالم العربي او الغربي هو الانحياز الى طائفة بدون ان يشعر وسأشرح اول شيء الانحياز الى الطائفة الدينية انحياز الى الطائفة الدينية تكمن على التهديد من عجل الانتماء اليها تهديدها الاسمى والاول هو العذاب والاحتراق ما بعد الموت في جنة ما في جحيم ما بعد الموت تحترق فيه جسدين وكلما احترق جسدك وانتهى بدل بجسدين اخر التبديل الاخر في مكان اخر في مذهب اخر او طائفة اخرى طائفة للحادية هي الرؤية العباتية للوجود بحيث انه لا تتواجد اجاب حديثة اجابة حديثية متواجدة الان عن ما هي تسر الانسان والوجود والكون والوعي وما تسمى ب the hard problem of consciousness او المعضلة الصعبة للوعي اي عدم فهم ما هي اصل يعني الانسان نفسه الوعي والمتخيل وبالتالي هي بدورها تتبع الجهة الدينية وهي it's a belief وان ظهرت انها الحادية الطائفة الاخرى هي الطائفة الطبية او الميديكال كالت كما احب ان نسميها لا يقول ان الطب سيء ان مرض يجب ان تذهب الى طبيب ان اردت اجراء عملية جراحية يجب ان تذهب الى طبيب وهذا واجب على كل فرد وانسان ان يقوم به لكن ما تحدث به بمفهوم عميق جدا عن الطائفة الطبية وهو طائفة اتباع الطب والعلم الطبي بمعنى ان تقول بينك وبين نفسك وانت جالسا الان انه لا يتواجد جواب الا يجب ان يكون للطب للعلمة النفسية والروحية والجسدية والبيولوجية والهرمونية على حد سوا اوكي والطب اتصلاف عن الطائفة الدينية بالتهديد الطائفة الدينية تهددك بالاحتراق بعد الموت الطائفة الطبية تهددك بالموت وأنت حي اللي لم تدفع من الجال الأخرى لدينا الطائفة العلمية والتي يمكن لها أن تحلل وتغير طبقا لغرائز البشر ستتحدث أيضا عن الطائفة الروحية في حديثنا الطائفة العلمية هي ببساطة طائفة تتغير مع الزمن وهذا أمر طبيعي جدا لأن العالم هو إنسان والإنسان له غرائز أطماع أرباح ومصالح بالتالي يمكن الله وإن يعبت بالبحث العلمي من أجل مصالح شخصية وهذا طبيعي جدا على ذلك لما رأيتم العبادة التي يحدث في العالم من الطاعون الذي يحل بالأرض بأسيها إن حدثت أزمة طبية ما في هذه الأرض خصوصا في العصر الحديث أو في السنوات الأخيرة جدا حيث انتقل معظم البشر بالمليونات والبلايين إلى الاتجاه الروحي والتأمل والأعشاب كما تعرفون جميعكم وغيرها التي يتطفق مع بعضها ولا يتطفق مع بعضها عندما اتجه معظم البشر لهذا النطاع حدث خسارة طبية كيف نعيد الهيمنة للطب عن طريق زراعة بعض الأمراض والوباء الذي يحلوا بالعالم بأسره لكي نتبت للطب هيمنته عن طريق زراعاته شخصيا ربما بعضكم الآن يرى أن هذا الوباء الذي حل بالأرض بأسرها لا أود أن أدرك أقول اسمه بحكم أننا الآن في اليوتيوب هذا الوباء الذي حل بالأرض بأسرها وكلكم تعرفون أتى عن طريق ما يسمى بخفاش في مكان ما في أحد مطاعم الصين وحل بكم هل لهذه الدرجة البشر نائمين عن حقيقة ما يحدث حولهم ألا تعلمون أن هناك فيلم وعرض لكم جميعا اسمه The Contagion هذا الفيلم اسمه The Contagion وأتمنى أن يعرض اسمه في نهاية حديثنا The Contagion يعني بالمعنى الحرفي أي الوباء الذي يحدث وهذا الوباء في فيلم The Contagion أتى من الصين أتحدث معكم عن سيناريو الفيلم أن هناك وباء أتى من الصين عن طريق خفاش ودخل إلى أحد المطاعم الصينية ودخل إلى هناك وانحل في أحد هذه المطاعم وأخذه البشر وأعراض هذا الوباء في الفيلم الزكام الكحة الجفة الصدرية وضيق التنفس وغيرها وجميع البشر في هذه الأرض حدث كما في الفيلم في هذه الأرض يبحثون عن اللقاح والعلاج الذي يقدم لهم في نهاية الفيلم والذي يسموه باسم بلاسيبو أو العلاج الوهنى كما يسمى في الطب ولكن البشر مع كل هذا لتزال دي آر أسليب نائمين ولا يدرون أي شيء عن ما يعرض لهم أي شيء ووقعوا في نفس الفخ تماما كما عرض لهم رغم أن السيناريو قدم لهم مسبقا وهذه الطائفة العلمية الطائفة الروحية هي الطائفة التي يتبعها معظم البشر عن طريق شخص ما تم تسييسه وتسييره لأغراض شخصية لأشخاص آخرين يقدم روحانيات معينة تهدف إلى أهداف لأشخاص آخرين فيتحدث معهم عن التأمل بطريقة تسييسية والوعي بطريقة تسييسية فيخدر وعي الشعب العام لماذا نضال قدمت هذا الموضوع في البداية كمقدمة وأن العالم عبارة عن طائفات متعددة وكل شخص فيكم يتبع طائفة بدون يشعر لماذا؟ لذين الطائفة الدينية ليتتبع طائفة الهديان ويتهددك بتخويف احتراق ما بعد الموت لذين الطائفة الالحادية التي تهددك بمفهوم اتباع الخرافة والتي بدورهم ليس لديهم علاج موجود يمكننا أن نراه كعلاج السكيزوفرينيا أو ما هي الوعي التي تسمى The Problem of Consciousness أو ما هي العقل بالمعنى الحرفي وليس بما فسره فرويد وكارل يونغ بالطريقة النظرية التي ليس لها علاقة بطريقة علمية صحيحة يمكن دراستها كما أنه كذلك تعتمد على كوانتوم فيزيكس كالدرات ندخل البروتونات ونيترونات ويتلتف حول الإلكترونات وفي جوهرها الداخلية يتكون الكواردس ثم ندخل عمقا إلى أن نصل إلى مرحلة لم يصل لها العلم بعد الآن في هذه اللحظة فهي طائفة أيضا تؤدي بك إلى مرحلة من للأسف لا بدون أقولها لكن إلى مرحلة من العبتية حيث الإنسان قد يصل إلى مرحلة يرى فيها أن وجوده صدفة فقد فعلا ينتحر لا بدون أقول كلمة الانتحار فصوصا للإرحاد لأنه يمكن المؤمن أن ينتحر يمكن المسيح أن ينتحر يمكن البودي أن ينتحر يمكن لأي شخص أن ينتحر ولكن هذا المفهوم العبتي هو أقرب الانتحار لأنك تجد نفسك أنها بدون معنى إذن نرى أنها طائفة لا تؤدي إلى نتيجة مثلها مثل الأديان لا تؤدي إلى نتيجة أيضا الأديان لا تؤدي إلى نتيجة كما قلنا نرى الطائفة العلمية من الجهة الأخرى تقدم لك الدواء الذي بدوره به عراض جانبية مما تسبب لك عراض أخرى مثلا كالإمبرازول يعالج ارتجاع المريل لما لديهم الحمض العالي المرتفع فيقوم بعمل لهذا الحمض فيجعل هذا الحمض ينزل إلى الأسفل ولكن عراضه الجانبية هي الفشل الكلوي على سبيل المثال أو مشاكل في الكلة أو الفشل الكلوي بالمعنى الأصح في هذه العبرة فكل ما يدويك اليوم يكون سبب فعلا للغد هذه الطائفة الطبية على ذلك إن لم نضع لك العلاج اليوم وبه إلا لم تستطيع أن تأتي إلينا غدا لكي تعالج مشكلة أخرى على ذلك ستكون صحيح والبزنس الطبي سيفشل لهذا نعطيك العلاج الذي يعالج مشكلتك الحالية وفي الغد يسبب لك مشكلة أخرى ستأتي إلينا من أجلها إن رأيتم وحضقتم فيما أقوله الآن العالم هو عبارة عن طوائف ما تحيونه الآن هو عبارة عن طوائف سوى كنت عقلانيا ماديا متدينا ملحدا طبيا علميا فأنت تتخذ طريقا إلى طائفة ما حتى وان قلت لي المسونية المسونية ماذا تعني والانكماء إلى طائفة ما الإنسان يشعر بالضعف والهشاشة ونتيجة هذا الجبن والضعف يلتج إلى شيء ما لكي يتخذ له سبيل ونبه وأقول بالذات عن الطب لا أقصد الأطباء الذين درسوا الطب هم بطبيعة الحال عبارة عن موظفين يبحثون عن أرزاقهم ومن حقهم أن يبحثوا عن أرزاقهم عن طريق بيع الأدوية والإجراءات الطبية وما يودون أن يقومون به وهذا من حقهم التام فمن هذه النقطة هذا أمر طبيعي وصلت بكسر فالطبيب يعالجه إن أردت أن تضع حديد مثل ما وضعته أنا في قدمي فالطبيب يعالجه وإن أردت إزالته كذلك الطبيب يعالجه فهنا لدينا أو بالأحرى إجراء طبي يقوم به الطبيب لكن أتحدث معا ما خلف الكواليس حول تجارة الأدوية هذا ما تحدث عنه أحيانا وهذا من الطباء يعني معروفين جدا ولو دون تحدث بشكل يعني خاص ونبتحدث بشكل عام يقولون أنه لا تتواجد أحيانا حاجة إلى الجراحة لا تتواجد حاجة لكي نقوم بعملية جراحية ولكن الحاجة الطبية تتطلب أن نقول للمريض أن نحتاج أن نقوم بعمل جراحة رغمانا لألا يمكن أن تعالج بدون جراحة وهذا مدخول مثل ومثل أي بيزنس وهذا أمر طبيعي يحدث في العالم كما نراه اليوم كانت لديها قطة واستمعوا للقصة كانت لديها قطة من نوع بيريسينودي من تجربتي الشخصية ذهبت إلى طبيب بيطري القطة أنجبت حوالي يعني قطتين صغار وهذه القطتين الصغارة أنجبتهم يعني لم تنجب باقي الأطفال وهذا أمر يعني غير طبيعي بالنسبة للقطة ذهبت إلى طبيب بيطري فقال لي يجب أن نقوم الآن بعملية جراحية من أجل إخراج يعني القطة بتمن ثلاثمائة دولار إلى خمسمائة دولار لكي نقوم بإخراج الأطفال فقلت له الطبيعة ستخرج الأطفال أحيانا كانوا ما موعد فقلت له أن هذا طبيعي في القطة أن القطة تخرج أحيانا الدفعة الأولى في اليوم الأول والدفعة الثانية في اليوم الثانية وحتى الثالث أو أحيانا تكسويك أو أسبوع فقال لي لا يجب أن نخراجهم ويجب أن تدفع التمن كده فقلت له سأأخذ قطتي وسأأخذ إجراءاتي وسأعود في اليوم الثاني قطتي أنجبت القطة قال لي هو طبعا بالتحليل هناك ما يعادل ثلاثة قطة في بطنها وهو ليس صحيح وأنه كانوا أربع ربما لم يلاحظ القطة الرابع في القطة الرابع أنجبته قطتي في اليوم الثاني وكل ما أنجبتهم ولأن القطة هي أول عملية إنجاب لها فلم تهتم بأطفالها وهذا معروف في الغريزة الحيوانية أن الحيوان خصوصا القطة لا يهتمون بأول عملية حمل تحدث لهم وهذا طبيعي فما أنا أود أن أقولها ولكم الآن هذا المثال البسيط الذي حدث لي يمكنكم أن ترونهم الآن بأمي عيونكم واشهدون عليها أصدقائي ومتابعين كذلك من القناة وغيرهم بحكم أن يتبعون البروستيجر الذي يقوم به فقطتي أنجبت بدون حاجة لتدخل الطب الذي كان من يعني من تدخل الطبيب بين أجل الربح المالي أحيانا فالطبيعة تأخذ إجراءاتها علمتم سوى شئنا أم أبينا على حد سوا لماذا أقول لكم هذه المقدمة يعني التي رغمها أخذت فيها عشرين دقيقة وهو فأقول لكم هذه المقدمة لكي تسمعوا لما سأقوله لكم الآن بدون الاتكاء على أي طائفة تتبعونها سوى طائفة دينية تأخذكم إلى الخرفات أو طائفة الحادية تأخذكم إلى الوهم والعباتية أو طائفة طبية تأخذكم إلى الربح المالي وبيع الأدوية كما يحدث في الصيدليات حيث أنهم تكون لديهم أدوية حاصلة أو يعني عالقة في فيوضون التخلص منها فيبدأون في إعطاء بعض المبالغ المالية لمن يعملون في الصيدلية من أجل أن يتخلصوا من تلك الأدوية مع أخذ أو أربح أن تخلصوا من تلك الأدوية ويباعوها للزبائن فالعالم به بيزنس يجب أن تعرف فأي مكان كنتم فيه وأي طائفة تتبعونها حتى وإن قلت لي أنك لا تتبع طائفة فأنت تتبع طائفة تتبع طائفة بدون أن تشعر بدون أن تشعر طائفة علمية دينية الحادية سميها ما تريد حدثنا الآن عن الواحد طوائف العلمية والطبية وتحدثنا عن الدينية والالحادية وغيرها وأنت الآن تشاهد تتبع أحدهم ما أقدمه أنا الآن هو أن تتخلص من هذه الوطنية تلجأ إلى الطب عن طريق الدكاء والبداية والدراسة الطبية المسبقة قبل أن تذهب إلى طبيب يعطي لك أدوية لا تحتاجها أو يقوم بإجراء عملية جراحية أنت لسه ملزما بها وبالتالي تكون لديك الفهم الكامل لكي تدرك أنك الآن تحتاج هذا الشيء أو لا تحتاجه إدارة أن تذهب إلى رجل الدين إن كنت متدينا فيكون لديك الحدثة المسبقة والدهاء المسبقة والمعرفة المسبقة لإدراك هذا الشيء الذي يقدمه لك رجل الدين إن كنت تحتاجه فعلا أمنه فخ لكي يستدرجك لأشياء قد لا تحبدها وقد تطيعها بدونها على كل الطواف التي تحدث في العالم ما أقدمه الآن هو ما أسميه باسم أو الطريق الثالث وهو ما بعد الإلحاد وما بعد الإيمان الإلحاد والإيمان هي الأشياء الكلاسيكية التي يتبعها معظم العرب والغرب إما مؤمنهم بالحد البعد الثالث الذي اخترعته هو ما تحدث معكم الآن واختبار التجربة بمعنى إن قلت لك أنا الآن أن هذا الذي تراه أمامك هو كريم هل هذا الكريم حلو أو مالح الطب يقول لك مالح أنا أعطي مثال فقط الطب يقول لك مالح ورجل الدين يقول لك حلو فأنت لا تؤمن لا بهذا ولا بذات كيف يمكن وكان تعرف عن طريق التضوق وبذلك تدرج تدرج قيمة المنتوج عن طريق الحس وبهذه الطريقة تستطيع أن تعرف إن كان هذا حلوا أم مالح بدون الحاجة بالإيمان بذاك أو إنكار ذاك أو الإيمان بهذا وإنكار ذاك الطريق الثالث هو طريق التجربة سوى على الصعيد الروحي إذا رأت أن تعرف ما هو الطريق الروحي فتستطيع في هذه المرحلة أن تدرك طريقة التجربة أوكي كيف ندرك نضال طريق الروحي عن طريقة التأملات مثلا التي يقدمها تجلس التأمل وغيرها وبعض ما أقدمه في الدرسة الخاصة من تعليم يعني سرية لو أننا نقول سرية حتى يقول بعض ما سؤولي حتى الجميع يقول ما سؤولي حتى الآن التعليم السرية يقصد بها حصد وضحب المعلومات لمجموعة وأشخاص مهيئين لها بعد أن خادوا اختبارات معينة أصبحوا مهيئين لها هذا معنى بمعنى سري أو خاص لمجموعة معينة وهذا يحدث منذ قديم الزمان إلى وقتنا الحالي ليس من أجل اتباع العقادة الدارجة ونما اتباع فكرة الشخص الذي أمامك هو لعنا هو مهيئ أم لا وبذلك نستطيع أن نرى هذا هو الجزء الأول الذي أود أن أعطيه لكم الآن لنبدأ بمفهوم بداية الكون لماذا بدأت معكم بهذه المقدمة قبل أن نبدأ معكم ببداية الكون و يعني الوعي حتى تستطيعوا أن تدركوا أنكم في طوائف حتى تستطيعوا أن تستمعوا إلى ما أقوله يجب أن تخرجوا من هذه الطوائف وأن تستمعوا إلى ما أقوله بحيادية ما هو السلاح لكي تستطيعوا أن تدركوا ما يقوله نضال هو التجربة الوحيد السلاح الوحيد هو أن تجربوا ما أقوله ليس لكي تؤمنوا به أو تنكروا لأنكم إن أنكرتم ما أقوله الآن لن تستطيعوا أن تثبتوا فعليا نكرنا ما أقوله وإن أمنتم به على الجهة الأخرى لن تستطيعوا فعليا أن تؤمنوا يعني أو تبرهنوا بما قلته أنا الآن فالسلاح هو التجربة وهذا هو منوال حديثنا أترك الآن لسيد أحمد يعني تدخلا سريعا إنشاء قبل أن نبدأ في بدايتنا وهي بداية يعني الكون وبداية الوعي. أتمنى منه تدخل سريعا يعني إنشاء وبعد ذلك سنبدأ نعم وفضل ذلك ماشي يا عم النظام هو بالنسبة يعني للكلام اللي تقولته المثال بتاع الكريمة هو العلم أصلا قائم على التجربة يعني علم قائم على التزوق يعني دي وسائل العلم في المعرفة هي الحواث الخامسة يعني بشكل من التبصيص بعد بقى عمل منهج معين علمي عليها وخبر بحيث ينحول الفرض إلى نظرية أو قانون أو ما شابه لكن عايز خلينا أقولك إن إيه إن يعني معاولة التفكير من خارج الصندوق لطيفة وحكاية يعني إن فيه ناس بتؤمن بالتناسخ وهم مليارات البشر يعني مليارات البشر بتؤمن بالتخمص أو بالتناسخ أو سميمة شيء وفيه ناس بتؤمن بالبعث وفيه ناس زي ما أنت قلت برضو يعني لا يؤمنون بشيء سواء كانوا أوروبيين أو ملحدين أو لا إبريين عارفين إن يعني مفيش حاجة تحصل بعد الموت وسنذهب إلى حيث جئنا فإن كان في حتة قبل ما يتولد حيرجع لها تاني بعد ما يتولد المهم يعني خليك تقول لنا يعني موضوع التقمص موضوع إزاي نشأ الكون ونشأ الواعي من وجهة نظرك ويا ريت تدينا ريفرنس إذا أنت بتتكلم يعني تقول مثلا يعني فيه فلان أل كذا وفلان أل كذا ولوليك وجهة نظرك طبعا تترحب ورحب بيك فلنبدأ الكلام وتفضل أسيب لك المجال ويا ريت الناس تحضر يعني لو سؤال أو تعليق أو نقدر أنا أرحب بهذا جدا 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 طروا مكتوب بلغة بس فيه أشياءك تفضل جميل جدا لهذا طلبت يعني أتدخل في هذا الموضوع عزيزي أحمد يعني تطرح هذه النقطة لماذا؟ بسبب شيء واحد هو مسألة الإيمان بالتقمص الإيمان بالتقمص لن يريد الفرد التقمص إن أعمل الشخص بوجوده التقمص هذا لا يعني أنه أدرك إلي الإيمان بالبعث اللي هو مهم بالبعث هو حتى شاف بعثة بيكينا شاف تناسخ كله بيقوموا بكده وبدأ يسهل في هذه النقطة قد ربما أضع نقطة مهمة جدا وهي أن التقمص هناك تقنيات يمكن ممارساته لإدراكه ليس الإيماني به طيب جميل نتكمل كلامك مع الكلام نخش عشان ما أنا أطعكش كتير تفضل يا بش تفضل يا حبيب أما بالنسبة لتقنية إدراك أن العالم حلم هي لم أسردها لأن الشخص إن مارسها بوعي منخفض قد تسبب له سكيزوفرينيا ويصبح شخص سكيزوفرينيك في صاني يعني لا مجال له للعودة إلى العالم الواقع بتاتا وهذا هو المخاطر التي تحدث فيها لهذا لم أسردها بتاتا إدراك أن هذا العالم حلم وهو عبارة عن نتائج ضربات عصبية في دماغنا هناك تقنية لإدراك ذلك وممارسة يمارسها الفرد تجريبيا لإدراكها كما أن التقمس هناك تقنية إدراكها تجريبيا بخطوات لكي يدركها أيضا إدراك يعني العين الثالثة وما نسميها ب The Eye of God أو العين اللي يترى كل شيء هناك تعليم أو أدونا نسميها قد يغضب البعض من هذه الكلمة ولكن سرية للغاية لأشخاص خاصين لإدراك فتح هذه العين الثالثة التي إما أن تجعل الشخص يستيخض أو تجعله يتخدر الحدث واحدة من الاثنين لهذا سميت بعين الشيطان وهذا صحيح وشمين negative energy طاقة سلبية وليس بمعنى يعني شيء شيطاني أو هناك ماعز بقرون وشيطان ودفل كما نراه في الانترنت It's not that way ليس بهذه الطريقة ولنترك هذا الموضوع الآن على جنب وندخل في صلب موضوعنا الأساسي الآن حتى لا نضيع الوقت إننا وقتنا ضيق سنتحدث عن بداية الكون وبداية الوجود أولا ما أود أن أفسرها للجميع هو أن الفراعنة كما أخبروكم أنها مجموعة أو حضارة متدينة تؤمن بهلاي واحد أو تؤمن حتى بآلهة متعددة هذا غير صحيح للبتة وكرر هذا غير صحيح للبتة وكلام ملفق لفق لكم لكي يجعل بعض الأغلبية الصاحقة مما يؤمنون بما سردته من طواف نيام لم تكن الفراعنة الفراعنة البتة تؤمن بديانة معينة كيف نضال أدركت ذلك وكيف تسرح لنا ذلك أسرح لكم ذلك من خلال ثلاثة قوانين كانت لدى الفراعنة القانون الأول طبعا ستحدث من تجربة الشخصية ثم بعد ذلك ستحدث عن الفراعنة ولكن مبدئيا ستحدث عنهم لأنهم يعني أراهم من الحضارات للأسف الشديدة التي لم تعطى لها حقها من المعارف الفراعنة قسموا هذه العلوم على ثلاثة أنواع أولها هي علم الشعب علم الشعب الثاني علم التلاميذ الثالث هو علم المعلمين لنبدأ بتفسير العلم الأول وهو علم الشعب علم الشعب هو أن تأتي إلى بشر وتقول له منالك أنوبيس يأتيك ما بعد الموت أو أوزريس الذي كان قبله ويأخذك حورس ما بعد ذلك الإله حورس لكي ينقلك في تقمص آخر قبل ذلك لدينا أوزريس الإله الذي يأخذ الإنسان على سبيل المثال كما تسمى بطاقة النور أو إيزيس طاقة الحب والفن والجمال كما في الأغريق وهي تسمى بالإلهة أفروديت بمعنى مجازي والدين الآلهة الشريرة مثل الإله على سبيل المثال سيث ونفتي وهما آلهة شريرة هذه العلوم تقدم ما نسميها إلى الشعب بالمعنى لا أود أن أستنقص من البشر ولكن سأسردها كما هي تقدم إلى الأياد العاملة من الشعب تقدم إلى الأياد العاملة من الشعب الذين ليس لهم الوعي الكافي للإدراك لماذا قدمت لهم هذه العلوم لسبب واحد وظاهر أولها هو أن هذا الشعب يسعى إلى أن يأخذ قوت يومه وما أكله وما شربه وأن يعيش حياة يعني يأكل فيها ويشرب فيها وأطفاله يعني يطلقون الطب مثل من ما يحدث في أحد المعابد الفرعونية يطلقونها بسهولة وغيرها يعني إلى وقتنا الحال نفس النموذج يحدث نفس النموذج فيعطونهم هذه العلوم البسيطة مثل هناك إله اسمه يعني آتوم راع الذي أسس الكون يعني الذي كان قبض الكون وهناك إله اسمه حاتوم وهناك إله اسمه على سبيل المثال في المرحلة الثالثة وهو آمون آمون راع وجهت هذه التعليم للشعوب وجهت هذه التعليم للشعوب ولا أرى أنه من الأمر الجميل يعني كشف كل هذه التعليم ولكن سنفعلها في حياة الإنسان واحدة وأرى أنه من الجميع له الحق أن يعرف كل هذه الأشياء هذه العلومة التي قدمتها الآن باسم الآلهة قدمت إلى الشعوب لهذا ترون أن الفرعون يؤمنون بآلهة لدينا الآن المستوى الثاني وهو مستوى ما بعد الشعوب مستوى التلاميذ كيف تقدم للتلاميذ التعالية؟ تقدمها لهم بالرموز تقدم لهم مثلا حورس تقدم لهم مثلا إيزيز بشعارات معينة بجسم إنساني ورأسي سقر مثلا كحورس نتحدث عن حورس جسم إنساني ورأسي سقر ليس أنه هناك آلهة فعلية تجلس في السماء يعني تأتي بهذا السهم هذا معنى رمزي قدم للتلاميذ على شكل رموز يرمز السقر إلى الرؤية الطاقبة أو بالأحرى العين الثالثة أو ما تسمى بالعين التي ترى كل شيء في منتصف الهرم حيث يصبح الإنسان مستيقض وهي المرحلة الأخيرة من الوعي لهذا وضع ثورة السقر لأن السقر هو أكثر الكائنات الطائرة في الهواء لها القدرة على الرؤية بوضوح لهذا وضع رأس السقر في مرحلة التنوير أو الاستنارة يمكنكم أن تروا هذا في معبد حورس بسهولة يعني ترون الآن تمتال واحد لحورس وهو صورة السقر سابقا قبل ذلك كانوا هناك تمتالين فقد أحدهم وظلوا واحدة الآن للسواح الذين ودونا يأخذونها سلفي مع تمتال حورس وغيرها عن سوان هذا هو يعني جانب الرموز الذي قدمت لن نتعمق أكثر حتى لو ضيع لكم الوقت بمعنى التمتال أو التاج الذي وضع فوق الآلهة العليا وهي ترمز إلى سبع فتحات وهي مراكز الطاقة السبعة وهي ترمز إلى الاستنارة وليس لإله فعلي هناك يجلس ويحرك الفراعين هذا هو الرمز الأول وهي تعليم التلاميذ وهي الرموز وهي الدرجة الثانية من السرية الخاصة السرية الخاصة من الدرجة الثانية والتي أسرد بعضها هو أنتسوك للعامة الدرجة الثالثة هي درجة المعلمين والتي لا تسرد إلا في معبد حورس بالمعنى الأصح أو في معبد روم كيمبو تلعتمت في نطق الاسم يستطيع اسمه بالضبط وهو معبد التنائية حيث يتواجد فيه الإله ما يسمى بإله التمساح ويتواجد فيه الإله حورس وهو يرمز إلى التنائية في الوجود يرمز إلى الجهل حيث التمساح يرمز إلى صلابة المادة وتشبتها بالعالم المنبوس وحورس يرمز إلى عالم التنوير والرؤية الطاقمة ما بعد الجسد هذا ما نراه الآن في التعلمة الثانية بالمعنى الأصح للتلاميذ بينما التالية كما قلت سرية بشكل عميق أنا كنت تكبرت لا أستطيع أن نتحدث عنها الآن بشكل عام لأن أغلب المشاهدين الآن ينتمون إلى طواقف طائفة علمية أو طائفة دينية أو طائفة الحادية أو لن يستطيع أن يستوعبوا هذا ستحدث الآن عن موضوع منشأ الوجود كيف نشأ هذا الوجود نشأ هذا الوجود عن ما نسميه في المرحلة الأولى مرحلة الفراغ هذا الوجود لم يكن شيء كما سمعتم لم يكن شيء لم يكن لتوجه فيه لدرات لبروتونات لنيترونات لأكسوجين لهيدروجين لأجسام لبشر لآلهة فعلية متواجدة جسديا ولا غيرها كان الفراغ المطلق كان ماذا؟ الفراغ المطلق هذا الفراغ المطلق من نمارس التأمل أدركه بطبيعة الحال وأغلبهم من تلميدي في المدرسة تحدثوا معي وقالي نضال مارسنا التأمل وغيرها وأدركنا أنه ليتواجد أي شيء هذه المرحلة تحدثوا عنها حتى الفراغ لا يوجد حتى في تعليم المدرسة من نسميها باسم أتوم أتوم تعني مرحلة الفراغ هذا معنى الحرفي The nothingness أو اللاشي هي مرحلة ما قبل بداية الوجود هو أن كل شيء صاف بمعنى أنه ليتواجد حتى الضوء اللايت لأن اللايت صنع ثانوي وليس أولي أنه الظلام المطلق لهذا لا تستغربوا عندما تودون أن تناموا وتغمضون عيونكم وتحنون إلى الظلام التام للنوم في سكون لأنها ترميز للعودة إلى الجوهر الأول ما قبل الوجود وهو الظلام المطلق حيث لا مواد لا مجرات لا قواكب لا أراضي لا نجوم لا ضوء ولا أي شيء ظلام مطلق بدون أجسام أو موجودات هذه المرحلة الأولى الأساسية نسميها بإسم أمون المرحلة الثانية لدينا المرحلة الثانية نسميها بإسم بيتاح بالفرعونية وهي كل ما يمارس التأمل أدركها بطبيعة الحال سواء كان بودي سواء كان أي من المعتقدات التأملية التي تهدف إلى الصفاء والنقاء والحب والجمال أدركوا هذه النقطة المرحلة الثانية تسمي بمرحلة بيتاح مرحلة بيتاح هي مرحلة بداية الوجود لنا الفراغ من هذا الفراغ اللاشيء نفسه هذا الفراغ اللاشيء نفسه ما نقصد بالفراغ الأول يتحدثنا عنه الفراغ الأول هو من نسميه بإسم أو الوعي قلت لكم الفراغ حتى لا أصعب لكم المصطلحات وإنما المعناه الآخر هو الوعي الآن المرحلة الثانية هي تجسيد الوعي لنفسه في نفسه بمعنى أن في المرحلة الثانية أوجد نفسها من الفراغ كدرات كنجوم ككواكب يعني كشموس على مدار مليونات من السنوات وليس بوم في لحظة واحدة وانت تيكس تايم لذا سميت مرحلة بتاح بتاح بمعناها الهيلوغريفي الفرعوني تعني مرحلة الصنع the making process وهي مرحلة الصنع للوجود والموجودات على مدار مليونات السنوات حيث تواجدنا صورات وتتواجدنا غيرها وانقرضوا ثم بعد ذلك تواجد كانت أخرى صغيرة منها وانقرضوا وبعض الكانت الصغيرة تواجدوا على مرحلة التطور إلى أن وصل الهومو سيبتينس الذي له سلف مشترك مع الإيبس الذي هو نحن في تواجد هذه الإنسان قبل أن تواجد هذا الإنسان حدثت المرحلة التالتة من الوجود الذي نسميها باسم أمون راع هل لاحظتم شيء في ما يقوله الآن بتاح أمون راع أتوم قيل لكم من خلال المنهج العلمي أو حتى المنهج التقافي في المدارس أو الجامعات أنهم آلهة لكن الفراعن لم يؤمنوا بآلهة سموها باسم آلهة عندما قدموها إلى الشعب إلى الطبقة العاملة أو الطبقة البناءة لكن احتفظوا بسر هذه الأشياء على أنها طاقة وجود طاقة صنع وليس كآلهة فعلية تجلس في مكان ما حورس يطيره في السماء وأمون راع يطيره بقاربه الذي يطيره في الهواء هذا فخ وقع فيه العرب والغرب المرحلة الثالثة حدثنا عنها هي أمون راع وهي مرحلة وجود العقل بمعنى وجود الكائنات العاقلة كائنات العقل طبعا تواجد كائنات العقل منذ بداية الديناصورات وقبل الديناصورات منذ وجود كيان يدب على الأرض كيان عاقل الأشجار النباتات الحيوانات إلى أن وصل الإنسان فيما بعد وكلهم لهم نفس ميزات العقل لهذا ترى أنك تتذكر والكلب يتذكر تحب كلبك والكلب له نفس صفات الحب فيأتي لك ويحبك تدافع عن حبيبتك فكلبك يأتي يدافع عليك عندما يأتيك شخص لكي يضربك فكلبك يعرفك فالكلب عاقل كمان كل حيوانات عاقلة بوعي مختلف الآن نأتي إلى مرحلة المرحلة الثالثة إلى مرحلة العقل حيث تكون لدينا العقل كلنا ككائنات عندما بدأ الصنعونه وكل متأمل يمكن له كل متأمل يمكن له أن يدرك ذلك بدون الحاجة إلى اللجوء إلى علوم الفراعين كل متأمل يدرك هذا لهذا أنا أسرد لكم الآن أسرار الفراعين التي لم تسرد سابقاً بتاتاً في هذه العلوم وهي من تجربتي الشخصية ووجدت أن أقرب حضارة لتجربتي الشخصية هي الفراعين في سردهم هذا المرحلة الثالثة التي نأتي إليها الآن هي مرحلة كما قلنا مرحلة نشوء العقل حيث أصبح الإنسان عاقل العاقل هو الإنسان الذي يميز بمعنى يؤمن بهذا وينكر ذلك أو يؤمن بتلك وينكر ذلك هذا ما نراه إلى اليوم يحدث في وقعنا الحالي الملحد لا يؤمن بإله ولكنه قد يؤمن بالعلم ويؤمن بالصدفية المؤمن لا يؤمن بالإلحاد ولكنه يؤمن بإله وبعد The same process ولكن أغلب البشر نائمين أين أنتم يتم تخديرنا بطريقة حرفية وبدون أن نشعر كما حدثت لكم عن موضوع الطواف كما عن موضوع الديانات المسيسة التي أتت إلينا كما أحب أن أسميها باسم فضلات الحقيقة أعتدر عن ما أقوله الآن ولكن أسميها باسم فضلات الحقيقة الفضلة من الحقيقة قدمت إلى الشعب الذي هو 7.7 مليار نسمة هذا ما قدم لكم من أديان ومن فلسفات ومن غيرها بسيطنا لبعض الفلاسفة على سبيل المثال نحر في جوهر الحقيقة كسبينوزا وغيرها ولودنا نسخ الفلسفة الآن في موضوعنا تحدثت عن هذا في الحلقة السابقة مع الأستاذ أحمد ولودنا ندخله الآن هذا هو موضوع موضوع الخلق يعني نضال كيف بدأ الخلق الثالث عن طريق العقل يعني مدى يرمز هذا مدى يهدر وما الدليل على ذلك أولا عندما بدأ في المرحلة الأولى تحدثنا عنها آتوم هي الفراغ الفراغ أوجد نفسه في نفسه بمعنى أن وجودك الآن هو في مكان الفراغ أنت الآن في هذه الكون وفي هذه الأرض وتقول نضال أنا في الكون وفي الأرض ولكن في الحقيقة أنت لا تزال في محلة آتومة التي تحدثنا عنها وهي الفراغ أي أن الفراغ أوجد نفسه في هذا النطاق بمعنى أنك أنت الآن في الأرض مهما ذهب أماما أو خلفا لن تصل إلى أي نقطة ومهما دخلت في التجربة الجسدية للإنسان أو الحيوان أو الجماد في الدرات يعني تصل الأتوم البروتونات والنيترونات تلتفح لهم الإلكترونات وتدخل في أعماقهم تسجل الكواركس ثم تصل إلى مرحلة ليزال كونتوم فيزيك يعني يحاول أن يذهب أعماق منها ما أقوله الآن أنما سيصل إلى مرحلة ما نسميها باسم الفراغ وهي مرحلة البداية ما في البداية يظهروا في النهاية وما في النهاية يظهروا في البداية ثلاثة وحدة الوجودة الكاملة المكتملة ما نبحث عنه الآن هو فقط منتصف الطريق بمعنى أن هذا الكون ما نسميه الآن باسم كون هو ليس أن لا تجسيدا للفراغ لا يوجد شيء اسمه كون ما تسميه الكون بمعنى مجرتنا التي تحوي مدارنا الشمس وأرضنا التي تدور حول النفسي في 24 ساعة وتدور حول الشمس في نطاق عام أو سنة وكل هذه المجرات إن جمعتها كلها وجمعت المجرات التي بجانبنا كلها بدون استثناء كلها سنصل إلى مرحلة ما يسميها الفيزياء النظرية يعني Theoretical Physicists أو الفيزياء النظريين هي مرحلة الأكوان المتعددة بمعنى أن هذا كوننا جسدوه بصورة يعني دائرة مثل الأرض يمكنك أن تتخيلها بهذا الشكل يعني كوننا والمجرات التي فيها والمجرات الأخرى ومجرتنا وغيرها وغيرها عبارة عن كرة حتى أبسط العلم الآن بطريقة تبسيطية عبارة عن كرة لكن هذه الكرة التي نسميها الكون العلم أخطأ في تسميتها باسم الكون لأنها ليست الكون هي عبارة عن موجودات في الكون الأرض هي موجودة في الكون المجرات موجودة في الكون النجوم موجودة في الكون هذا هو الفخ ونأتي إلى كون آخر كافتراضي أتحدى عن كون افتراضي كون افتراضي موازي لكوننا كافتراض أوكي وبه طريقة يعني مشابهة لحياتنا أو مغيرة أو مختلفة سموها ما تريدون هذا الكون الافتراضي هو دائرة وكوننا هنا هو عبارة عن دائرة بينهم فراغ من المفترض يعني هذا الكون وهذا الكون بينهم فراغ يعني هذا الفراغ هو ما اسميه أنا باسم الكون الذي يضم منوسميه باسم الكون المتعددة يعني الأرض في الكون ومجرتنا في الكون وكوننا في الكون الذي يتحدث عنه الذي هو الفراغ بدون موجودات لنفترض أن أتت يعني مشكلة إلى هذا العالم وهذا العالم يعني خسر كل المجرات والكواكب والأراضي التي فيه خسر كل الكواكب والأراضي التي فيه يعني كوننا والكون الآخر والكون الثالث والثالث والرابع والخامس خسر كل مجراته وتحورت إلى فتات ماذا سنستنتج في الأخير بعد تحطيم كل شيء الكون الفراغ الذي كان أصلا من البداية هذا ما كان هذا ما كان هذا هو الأصل هذا ما تسميه بإسم قاد أو إله هو الفراغ المطلق لهذا يقال لكم أن قاد ليس مثله شيء ولن يكونه مثله شيء وهذه المصطلحات يتسمعونها في يعني الأماكن هنا وهناك حداً الذي يتحدثون بها ليعرفونا معناه نسوة مينس الفراغ لأنه لا يمكنك أن تقضي على الفراغ لا يمكنك أن تقضي على المادة يمكنك أن تقضي على الإنسان على الجماد على الكواكب على الأراضي بأسلحة النووية الفدة لكن لا يمكنك أن تقضي على الفراغ هل يمكنك أن تطفئ الفراغ لا يتوجد شيء الآن بيننا مثل هذا الفراغ الآن لنفضل أن الكون انتهى ولم يتوجد إلا الفراغ هل يمكنك أن تنهيه لا يمكنك أن تنهيه لا يمكنه لكن المواد يمكنك أن تنهيها الواضح أن ما تحدث عنه الآن حول مسألة بداية الخلق الآن نضان الوحي إذن فهمنا الآن أن الكون أتى من الفراغ وكل شيء تكون من الفراغ وأن كل المعلومات متواجدة في الفراغ لكن الوعي كيف أتى حتى نأتي لموضوع الوعي كيف أتى لنأتي كيف أن كل شيء تجسد في الفراغ للشخص الذي ربما لا يفهم معنى الفراغ لدينا على سبيل المثال لنفترض أعدلوني أسعطي المثل بقصصة الأضافة لأنها هي أقرب شيء بالنسبة لي الآن لنفترض أن قصصة الأضافة هذه هي الوعي هي الوعي لنفترض أعتدر أفترض أن قصصة الأضافة هي الفراغ هي الفراغ وهذه قصصة الأضافة لنشبهها بفلاش ميموري أو فلاش الحسوب المكتبي هذا الفلاش ربما يكون به وين تيرا ولكن عندما تراه أنت بعينك تراه على أنه فراغ يعني لا شيء فقط فارغ يعني عبارة عن بلاستيكة لكن عندما تضعه في الحسوب ويجسد نفسه وينفس نفسه من فراغ يمكنك أن ترى أن هذا الشيء به الكثير من الأشياء طبعا ما أعطيه لأنه مثل مادي كفلاش مادي حتى أسهل لكم يعني معنى ما أحاول أن أسرده الآن هذا ما أعنيه بتقوين الشيء من الفراغ المطلق ينادي الآن كيف تكون الوعي هذا هو المستوى الصعب كيف تكون الوعي المشكلة أن بداية الوجود التي سردتها لكم الآن كلها هي بداخلنا منذ بدايتها إلى نهايتها منذ بداية التجسيد خليتها الأولى إلى ما وصلنا إليه الآن لأن كل معلوماتها الجينية والديينية التي فيها متواصلة ومتصلة معنا على ذلك لن نكون هنا إلا أن تكون هناك سنسلة من تواصل الجزئ الأول أو بالأحرى الخالية الأولى إذن كيف تكون الوعي الوعي يا عزائي الكرام هو تجسيد للكون بمعنى أنك أنت هذا الفراغ نفس وليتحدث عنه تذكرتم عندما تحدثت عن الفراغ أنت هو الفراغ نفسه تجسد في صورة إنسان لماذا إنسان وليس حيوان أتحدث الآن مع البشر كإنسان على ذلك يمكن أن أتحدث مع الحيوانات بطريقاتهم الخاصة ولكن وعيهم لن يكون كافي كوعي الإنسان لماذا؟ لأن الجسد الذي يعمل فيها البيولوجيا الجسدية الذي تمشي على أربع أو تمشي على ستة أو ثمانية كالحشرات أو غيرها لم يستطيع أن يستوعبوا معنى ترددات الصوت ونطق الحنجرة وهذا الوعي الجديد الذي هو لدى الإنسان وإن كان لدى الحيوان وعي مشابه وهو إصدار الصوت كباع أو كالبومة أو كالبقرة أو وغيرها من إصدارات الصوت التي تحدد تواصل البقرة مع البقرة فقط أما الإنسان فيمكن أن يتواصل مع بعض الحيوانات كالكلاب كان يعلمها على الجلوس وغيرها لماذا؟ لأن وعيه متمكن لهذا ستحدث الآن عن وعي الإنسان تفصيلا عن وعي الحيوان وعي الإنسان هو أكثر الوعي نموا وروقيا في هذه الحياة لماذا؟ لأنه هو أكثر الكائنات تطورا أو النوع الأخير من الكائنات ولأن هذا الإنسان هو الوعي الأخير من الكائنات وله درجة من الوعي فتلقوا ما سأقوله لهم هذا الوعي الذي نحن نرى به العالم هو ليس حقيقي ليس حقيقي لماذا ليس حقيقي؟ لأنك ترى من خلال الحواس ترى من خلال حاسة البصر التي هي عبارة عن تسليط الضوء الأبيض إلى عيناك فتدخل إلى عيناك ثم تنتقل إلى العصب البصري ثم إلى دماغك لكي يحلل اللون الأبيض على صورة مجسمات مجسمات وأشكال سلطت عليه فتستمع إلى صوت حيوان إنسان هواء جراد نبتة and so on وتصل في هذه المرحلة إلى استماع الصوت الذي يدخل من طبلة أدنك الخارجية إلى الأدن الوسطى التي بها ما يعادل حوالي إلا ما يكون مخطئا في العدد 60 ألف خلية عصبية or even more or less ثم بعد ذلك تنتقل يعني تنكمش هذه الأجزاء والخلايا فتنقل الصوت إلى الأدن الداخلية حيث تنقلها إلى العصب السمعي ثم تنقلها إلى الدماغ وبناء على معلوماتك المسبقة بناء على معلوماتك المسبقة تقول هذا صوت حيوان صوت فأر صوت قرد صوت كذا لأن لديك معلومات مسبقة عن هذا الصوت المشابه له أو الذي هو مثله لكن إن كان هذا الصوت غير مألوف لك فأن عقلك سيطير بداخلك هرمونات الدعر كالكورتزول والأدرينالين فيحفز بك الخوف من الصوت الغريب حتى وإن لم ترى ما هو مصدر هذا الصوت أو ما هو شكل هذا الصوت هذه لم ترى ترى فالحقيقة أين تتواجد إذن عزيزي الكرام بداخل هذا الرأس بداخل هذا الدماغ وهذا الدماغ هل فعلا يمتلك الحقيقة التي يتحدث عنها أنا الآن هي الفراغ في طبيعة الحالي لا لماذا؟ لأن هذا الدماغ بنفسه وبحد ذاته يمكن ذلعبته به لهذا عندما نقوم بعملية جراحية أو في النيورولوجي أو الطبيب الجراح في علم العصاب عندما يقوم بعملية جراحية لشخص ما في دماغه فينزع الجزء الأول من رأسه ويقوم بعمل يعني عملية لدماغه وتصحيح في دماغه يجعلونهم مصيطة لهدف واحد ما هو أن يضعه أمامه الصور صورة فيل فيقول له ماذا الذي تره أمامك؟ وهم في نصف العملية في منتصف العملية يقول لهم صورة فيل طبعا الاستجاء والتخدير والتخدير الموضعي علمتهم وأن يخبر جزء ما ونترك جزء ما يعني مستيقظ يعني كالإدراك فالشخص يصبح يرى صورة الفيل وهو في منتصف العملية الدماغية فيقول له مثلا الفيل ما لونه؟ لونه وزرق فيعرفون النيورولوجي أن الشخص الآن يعني حالته الدماغية سليمة ولكن انعرضوا له مثلا صورة فأر وقال لهم أن هذا الفأر هو والدتي ولونها أصفر فهنا خدر وعي الشخص باي باي انتهى انتهى تواصله مع من نسميه باسم الواقع انتهى تواصله مع الواقع خلص هو في عالم آخر ربما نسميه مجنون أو سكيزوفرينيك وإن لم يكن سكيزوفرينيك ولا سكيزوفرينيك أو الجنون بالمعنى الحرفي فينتهي الشخص كليا لهذا السبب يقومون بيجعل أشخاص وعينة مع عملية جراحة الدماغ لماذا؟ لأن أدراكك للواقع يتواجد أين في الدماغ أوكي بعد هذه الأمثلة التي أعطيتها الآن نضال الواقع يتواجد في الدماغ ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن ما تراه ليس حقيقي لماذا ليس حقيقي؟ لأنه يترجم في دماغك أنت الآن ترى نضال قد تتطفق معه وقد لا تتطفق معه من الذي يتطفق ومن الذي لا يتطفق؟ الذي لا يتطفق ربما معك الآن هو دماغك والذي يتطفق مع قولي ويقول أوه نضال أحبه هو دماغك في كل الحالتين أنت لم تصب ما أحاول أن أمرره لك أو أقوله لك أنت في كل الحالتين تتبع هذا الدماغ الوهمي هذا ما تتبعه أنت الآن لا يوجد شيء اسمه عالم خارجي ما تراه أنت الآن في التلفازة أو في الهاتف من لقائي مع السيد أحمد ما هو اللي تجسد الفكر والدماغ وضربات الكيميائية فيما تراه أنت الآن فتتجسد على هيئة بصر سمع رؤية أو ربما تشم طعام على هيئة شم أو لمس أو حتى تضور كل الطوائف التي تحيون فيها أنتم الآن سوى طائفة الحادية طائفة دينية طائفة علمية طائفة تقافية طائفة معرفية كلها تحاول أن تحجب عنكم هذه الرؤى التي يتحدث عنها لكي تكونوا تنتمون إلى طائفة معينة لماذا لأن الإنسان يشعر بالدعر والجبن يودوا أن ينتمي إلى شيئ ما سوى كان ديانة أو ماسونية أو إلوميناتي أو إلحاد أو علم أو طب يودوا أن يشعر بالانتمائي إلى مجموعة لكي يشعر بالأمان وهي حالة الإنسان النائم الجبان هذا هو الحقيق الإنسان المحضى الحق يرى بوضوح بدون الاتكاء على أي شيء فالوعي الذي تحدثت معكم به أنا الآن هو وعي تجسيد رؤية هذا العالم الوهمي الذي ينتجه الدماغ الدماغ ينتج لهذه الصورة فالوعي يشاهده الوعي هو عبارة عن مشاهد لهذا إن تخيلت أنك مثلا تطيره في السماء فالوعي سيشاهد تخيلك سيشاهده ولكن لن يجسده فقط سيشاهده إن مثلا فكرت في حبيبتك فوعيك سيشاهد تفكيرك في حبيبتك إن على سبيل المثال كرهت فلانا ما وتخيلت صورة بكره فوعيك سيشاهد صورة كرهك له فقط الوعي هو الشاهد المراقب إن شعرت بالجوع فجسدك سيشعر بالجوع وقد يموت ولكن جسد ولكن الوعي هو الشاهد لجوع الجسد الوعي والشاهد لجوع الجسد وليس هو الجائع قد تموت ولكن الوعي هو المراقب لموتك وليس هو الموت نفسه هل ترون ما تحدث هل ترون نعم ما تحدث نشوء الوعي هو نفسه الأزلي الأول لا تستغربوا عندما تسمعوا في الهند أو في آسيا أو في غابات الأمازون أو في بعض الأماكن في العالم تسمعوني الإنسان وصل إلى الاستنارة فنقول له أنه أصبح في الهند يسمونه باكوان ما تعني باكوان؟ إله أنه أصبح إله لا ترون سر التمجيد للمعلمين في الهند وعبادتهم لهم بمعنى تفسير وإن بالغوا بعض الشيء ولكنها تجسيد لمرحلة الاستنارة لذلك التي استناها طبعا في العصر الحديث في العصر الحديث الذي حدث عنه الآن هناك معلمين وقروز وماسترز مزيفين تم تسييسهم من أجل تخدير البشر فاحذروا من هؤلاء بالدات فهذه العلوم أيضا تخدرت مثلما تخدرت ما أتحدث عنكم معه الآن وهو pure information علومات محضة لهذا ترون أن في كل شيء في هذا الوجود يتواجد به الدرات لأن كل شيء من نفس الصنع الأول وهو الفراغ أنت بك درات الهاتف الذي يتحدث منه به درات الميكروفون أو السماعة التي يرتديها لكي تسمعوني من خلالها بها درات وامتلئة بالدرات الماء به درات الضوء به درات الطاول التي يضع عليها هذه الشيء به درات المبنى الذي أنا فيه أو الفندق الذي أنا أجلس فيه الآن به درات وكل شيء هو عبارة عن درات كل شيء كل شيء عبارة عن درات ألا يدل لكم هذا على بداية الصنع واحدة وهي الفراغ المطلق الذي قلت لكم أنه أوجد نفسه في كل شيء حاولوا أن تبحثوا لي عن شيء واحد في الوجود في الأرض في الأرض بالتحديد في وجود يعني المكان الذي نحن فيه الآن أن تجدوا أنه خالم من الدرات ابحثوا ولن تجدوا ما تسميه باسم إله أن يختبئ فوق السماء ويحرصه رجال الهديان الذين يهددوكم بشيء حتى تتبعوهم هذا هو اتباع الشيطان بعينه الذي يخبئ مكائده خلف صورة رجل دين وما تتبعونه باسم ملحدين يقول لكم أنه لا يتواجد إلى هم الذين سننقلونكم إلى العدمية حيث البؤس والكآبة ورؤية عدم ما هي الوجود وأنه لا فائدة من وجودنا والتي نهايتها قد تكون الانتحار أو قد تكون البؤس والتعاسى ومن يوصمون الموصهم بعلميين وعلماء سنقلونكم إلى الطب حيث لا يتواجد علاج دل السكيزوفرينيا ولا للإيدز أو الإتش آي في الذي بدوره لم يأتي من العدم ومن الفراغ وغيره من الأوبئة التي ليس لها علاج كما يمكن أن ترى السكيزوفرينيا ليس لها علاج تتأخذ عبارة عن مخدرات تجعلك فقط تعيش حياتك هذه بأقل دمارا بأقل تعاسى لكنها لن تعالج المشكلة فإن كان أمام باب منزلك شجرة كبيرة ضخمة إن قمت بفقط عن طريق إزالة أوراقها بالمقص وأن تقطعها فقط بالمقص لن يحل المشكلة لأن هذه الأوراق ستنمو في العصر الجديد أو في السنة الجديدة عندما تحطل الأمطار وتعود هذه الأوراق مجددا هذا ما يفعله الطب اليوم الطب النفسي هو أن يعطيك مخدرا حتى لا ترى هذه أوراق الأشجار أو يقطفها رويدة ثم تعود لك بعد ذلك عندما تنتهي من الدواء حتى تعود وتشتري الدواء مرة أخرى على ذلك سترى الهلاوز ما تحدث عنه أنا الآن هو قصل وقطع الشجرة من أساسها حيث لا تحتاج إلى هذه ولا إلى تلك ولا يقدم لك من توجه فلان أو علتان حيث سرك فيك ومنك جوابك لكن هاي هات من سيفهم ما تحدث عنه أنا الآن هناك من سماني مجنون هناك من سماني ماسوني أنني أتبع الماسونية هناك من سماني أنني ألوميناتي أو متنورة تبع فكرا مالي من أجل هدم الأديان وهدم هذه وتلك وهناك من وهؤلاء هم نفسهم الذين أودوا أن أخلصهم لهذا لا تستغربوا إن سمعتم أن يسوع أو المسيح صلب على الكروسفايز أو على الصليب من قبل أولئك الذين أراد أن يحررهم أولئك الذين أرادوا أن يحررهم ونفسهم الذين قتلوا طبعا ليس أنا قتل فعلي وصليب وكذا وأنا ما تحدث معكم بصورة مجزية بلغة الشعب كما تحدثنا سابقا من فهم لغة الفراعنة لغة الشعب لغة التلاميذ ولغة المعلمين وهي سرية للغاية وهي تتعلق بهرم يعني رؤية العين الثالثة أو العين التي ترى كل شيء وهي مرحلة التنوير والتي لا تعطى بشكل عام لهذا ترون اليوم يعني مفهوم المسونية لا تعطي تعاليمها للعامة ونأتفق مع هذه النقطة تعلمون لماذا؟ لأن معظم البشر نائمين في طوائف معينة ولا يمكنك أن تعطي الذهب لإنسان شحات كما أنه لا يمكنك أن تعطي الماء لإنسان لا يرتوي العطش ولا يمكنك أن تعطي لحما لذيذا لإنسان بدوره وغير جائع ولا يشتعي هذا اللح لهذا هذه المعلوم السرية لماذا سرية؟ تعود إلى العصر القديم ام حوتب ستكون هذه ختامة الموضوع عزيزي أحمد قد تحدثت كثيرا ام حوتب هو أول من بنى هرم سقارة إن سمعتم بهرم سقارة لدى الفراعنة وهو الهرم الأكثر جودة والسرية على الإطلاق لأن هرم سقارة إن حاولت الدخول إليه في زمن الفراعنة قد تدخل من هذا المدخل وتظن أنك ستدخل إلى الهرم ولكنك ستدخل في مداخل وهمية ستؤدي بك إلى متاهات إلى أن تموت وأنت في المتاهة ولن تعرف طريق حتى العودة هناك مدخل واحد فقط سري يدخلك إلى تحت الأرض وهو الهرم الموازي لهرم سقارة حيث يجلس التلاميذ هناك التلاميذ المخصصين والمعنيين والذين قسموا عهد الولاء للتعاليم وأن لا يبوحوا بها إلى العامة ومن هنا أتى مفهوم المسونية وعهد الولاء أتت من أم حوتب الذي هو أسس موضوع الطب والمسونية والشاكرات أو الشاكرات السبعة لهذا ترون الآن في الطب في علامة الطب أو اللوغو للطب ترون مثل العمود به أفعة دوره حوله وهو رمز أم حوتب للفرعونية ولهذا ترون رحلة أبولو 11 أو 14 التي كانت للقمر أظننا 11 لأنه مخطئاً التي ذهبت إلى القمر اسم أبولو هو اسم أحد الطاقات الغريقية كل ما ترونه الآن في العلم وبأسامي حضرات قديمة كالفراعنة أو كالأغريق ولكن البشر هي عادة أن تفهم لكن ما أقوله من كلامي هذا لا يعني أنه أن لا تذهب إلى الطبيب أنت تحتاج إلى الطبيب لكي يدويك ولكي يعالجك ومن حقك أن تذهب له على ذلك ستكونه من أول النيام لأنه يعطيك الدواء الذي يعرفه والذي درسه لكي تتشافى على الأقل من مشكلتك التي أنت تعاني منها أنت الآن كالصداع مثلاً لديك اجتماع بعد ساعتين وأنت تعاني من الصداع ويجب أن تحضر الاجتماع فبانادول مثلاً بانادول إكسترا وغيرها من الأدوية تساعد على تسكين الصداع كشعور وهمي يجعلك تشعر أن الصداع غير موجود لكنه موجود لكن فقط في الخفاء خلف التخدير البراستامول فتشعر أنك الآن بخير على أقل تقضي اجتماعك فلهذا أقول لكم أن الأدوية مهمة الطب مهم لا تأخذوا كلامي بطريقة عمياء وجاهلية فتعودوا إلى عصور الجاهلية والبدو الطب مهم الفيزياء مهمة العلم مهم ولكن ما أود أن أقوله لكم هو أن لا تؤمنوا بأي من هذه الأشياء خذوا ما ترونه أنتم بتجربتكم الشخصية أنه نفعكم أنه نفعكم قص على ذلك الطوائفة الأخرى التي تحددتوا عنها إن اتبعتم ما قلته أنا الآن ولا ودوا شخصا يتبعوني إن اتبعتم فقط ما قلته وهو كلام يمكنك تعتبره كلاما سادجان لشخص يحلم أو لشخص يتبع فقط الخرافات أو أنه على سبيل الميت ما يتبعوني فقط اتبعوا التجربة ما قلته جربوا وبناء على التجربة تقيصون المعنى والجوهر لكن إن كانت تجربتكم مخالفة عن المنتج المقدم لكم فاتركوا المنتج إن أتى رجل دين وقال لك أصبر على مصائبك وصبرت ولم تحل مشاكلك فاترك هذه الوجهة وإن ذهبت إلى ملحدا على سبيل المثال وقال لك لدينا الطب النفسي يعالج لمرض النفسي وذهبت إلى الطب النفسي وأعطاك أدوية مخدرة تخدر فقط لك الألم بدون أن تعالجه إذن فترك هذا التوجه ولكن لا بأس بيأخذ الأدوية بطبيعة الحال حتى لا تقتل نفسك على أقل الأدوية تهدي مخدرات إنها مخدرة تتبعك على الأقل لكن الحقيقة هي أعمق من هذه أعمق من الأديان أعمق من الإلحاد هذا جوهر سر ما تحدثت عنه في أن الفراعنة ليست دولة أو حضارة دينية أو تؤمن بإله لأن أوزيس وأوزيريس يطلقون عليهم بقسم طاقة العقل التي تؤدي الإنسان إلى الروحانية وست ونفتي هي الطاقة التي تؤدي الإنسان إلى المادية أي التراء ليست التراء بمعنى التراء لأن الفراعنة تنواتريا ليست التراء بمعنى أن لا تكون ترين وإنما التعلق بالتراء هذا ما يعني ست ونفتي بينما أوزيس وأوزيريس تعني حالة تراء كأنت هادئ مع الحفاظ على الروحانية والعودة إلى الدات هذا ما تعنيه معات أو الإلهة معات في الفرعونية بالمعنى الحرفي تعني ميزان الحقيقة ما بعد التقمص هذا ما تعنيه المصطلحات كثيرة جدا ولا وضعا أضيع وقت الأستاذ أحمد ولا أضيع حتى وقتكم أنتم أستاذ الحاضرين فأعتقد أنني أكتفي بهذا الجزء وإن كان الأستاذ أحمد شيء يودون يقوله فليتفضل بطبيعة الحال نعم أهلا بك صديقي مجأة أخرى وممكن ناخد فاصل ونرجع ناخد أسئلة الناس أو تعليقات ومشان في انتقاضات كتير وتعليقات كتير واستفسارات كتير فناخد فاصل ونرجع مرة أخرى نعم ضروري حتى أنا أريد أن ندخل للتوالية مهمت أهلا وسهلا أصدقائنا لأعزاء مجأ أخرى ويعني طبعا أفكار كتيرة مضاش تقول أنا طبعا ما فعلها زي ما قلتكم في الأول يعني ايه هو طرح وطريقة في التفكير سائدة ممكن أنا حبدأ بأول سؤال عن رأيه في بعض الناس اللي بيمارسوا مسألة يعني مسألة ما يسمى بعلوم الربحانيات والحاجات ده هيت حنشوفها وحنشوف التعليقات وهحاول يعني يكتبوا يكتبوا سؤال أو تعليق يعني ياريت لو فيه ايه نقد بس بلغة الواحد يعافق روها يعني لغة عافق روها طبعا يعني يعني ما يبقاش فيه بزي يقولوا الانجليز يعني مش عايزين اللغة يكون فيها عمف لفظي ومهما كان السؤال نقدي حققها على على النضال فينك يا عم النضال تعالى يلا هنا واحد يقول محمد السيد والأفضل صفة عندي انا الصبر لا الصبر ولا يعني غير الصبر انا ايه اقبل يا جماعة الرأي والرأي الاخر ما عنديش مشكلة وعندي الصبر ده اهلا اكيدا في اي موضوع افتح يا عم الكاميرا اهلا 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 عزيز يا عزيز وكنت في الطورات اهلا بك اهلا بيبي طيب بقولك يا جميع يعني أسئلة وانتقادات وأشياء كثيرة أيها السديق العزيز ويعني أنا بقول دايما أن الاختلاف غائي لا يفسد الوضع قضية طالما غائي ده هو ما فيهوش عنصرية أو قهب وممكن بقى نقول ده غلط ده صح ويعني أنا شفت فيه جزء يعني إيه اللي هي الطائفة العلمية العلم لا يمثل طائفة العلم لا يمثل طائفة العلم هي مجموعة قواعد الناس بتتباحها ويمكن فيه ممكن لو توصل بالطائفة الطائفة العلموية اللي هي بتتجعل من العلم بديل للدين أو طريق التفكير ديني العلم قائم على الشك وعلى الإيمان بالحواس وفقط خلينا أقول لك أول حاجة يعني أنت إيه وقت في المجال بتاع الناس اللي هي المرشدين الروحانيين والناس اللي زي كده أكيد أنت متابع واحد زي مثلا أحمد عمارة من المصريين أو اسمويل الشاب الصغير دوت صابري لا 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 هو تابع أحد لا مش بتابعهم تعرفهم يعني مش بسوطش بتابعهم مدامعة شخصية نعم رأيت فيديو أو اثنين ولكن يعني روحانية دينية روحانية دينية روحانية دينية روحانية إن هو يعني أمين صبري بيعمل أمين صبري اسمه أمين صبري أمين صبري هو ما يقدم ما نسميه باسم بسودو ساينس أو لعلم الزائف المحد علم الزائف بيقدم علم الزائف طب وعمارة أحمد عمارة يقدم روحانية بمفهوم ديني فقط لكي يرضي المجتمع الذي هو حوله أنا قد أكون جارحا في كلامي هذا علمت ولكن عندما تحدث بالحقيقة يجب أن أضعها كما هي يعني لا يمكننا أن نرقع المفاهيم الدينية وضعها في مفاهيم بودية أو مفاهيم روحانية أو مفاهيم مثلا يعني الزن أو غير وأن نرقعها بعضة صور الدين ظاهر الدين يقول الإنسان إن لم تعبد الإله ستدخل إلى النار وستحترق علمت هذا ما يوضحه لا مجال لترقيعي أيا من هذا أما الروحانية فتهدف إلى السمو يعني والتطور الروحي من خلال عدة حيوات وعزيزي أحمد قد لا ودو أن أشكك الكثير من الأشخاص الحاضرين ولكنني قد يعني موضوع حياتي السابقة وكيف متوا فيها وكيف غيرها قد يعني يصعب يعني اتحدث عنه الآن خلصاً موضوع حلقتني الآن وموضوع عقلاني قد يعني يصعب سرده الآن وأنني يعني يعني تعهدته يعني وكعهد على مداري حيوات أن يتكتم الإنسان بخبر ما يعني ما يطلقاه ولكن بشكل عام وواضح وقد يظهر للجميع لأنه علم زائف ولكن نسوكين لنسرده مع بعضنا البعض ونتحاور طبعاً كريم الإخوة والأصدقاء بيقولوا علم زائف ولا أخفيك يعني نعم 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 يعني مزعلش مني لكن عادي أقولك والله مسير طب أنت موتت ازاي في الحياة السابقة دي حاجة لطيفة جداً نحن نعرفها سأسرت جزءاً سأسرت جزءاً منها والجزء الآخر طبعاً كما قلت يعني ممنوع السرد الجزء الآخر كما قلت ممنوع السرد سأسرت جزءاً منها وهو يعني جزء الموت جزء الموت الذي كان فيه يعني ضربة بالرصاصي في الصدر أوكي والخوف كان في لبيا بلدو في لبيا ولا فين لا لا المعلومات الأخرى لا ستطيع سردها عزيزي للغرض الخاص لا أستطيع أن تتحدث عنها طيب لا كما تريد كما تريد نعم 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 ما تفيد الحياة السابقة نعم نعم الضربة كانت منتصفة الصدر والخوف لم يكن الخوف من الموت كان الخوف من خروج الدم أعلم كان الخوف من خروج الدم يعني والشعور ببرودة في الصدر علمت يعني الهواء يدخل إلى هنا ويعني هذا ما كان أخافني حقيقة يعني في الحياة السابقة الفاصة تيبي وبدأ الشعور تماما مثل شعور الانستيجيا من عبره بتجربة الانستيجيا الكاملة في الطب يعني هو نفس الشعور يعبر الإنسان في مرحلة ظلام مطلق بمعنى رأيت عزيزي أحمد مرحلة ما نسميها بالاحتضار وهي هذه المرحلة الدات تكون خرجت من الجسد وما يحدث هو فقط تشنجات للأعصاب ومجرد تشنجات للأعصاب فقد غادر الإنسان هذا الجسد ولا يعني أنه غادره خارج العالم هذا لأنه تحدثنا ويقولنا أن هذا العالم وعبي وأنما غادره في جوهر بطنه الداخل الذي هو يعني كما تحدثنا لا علاقة له بالعالم الملموس الممنين على المواد والذي لا يعتمد على وجود أي آلهة ما تقليدية نعرفها أو قوانين ما نعرفها أي ما كانت فيعود الإنسان فورا ففي تلك المرحلة يحدث اختلال في الزمكان علمت أن حدث ليه واختلال في الزمكان أن الزمان والمكان فقطوا الابتصال به يعني لما عدوا فرق بين يوم وبين عشر سنوات جميل طيب ناخد أسئلة بعض الأصدقاء مختار الشرعي ويعامل تعليم الأدوية هي السبيل الوحيد لمساعدة مرضى نفسيين مثل اكتئاب السنائي القدب والشيزوفرانيا لمواصلة حياته أنا على علم تام بذلك في صديق تاني بيسألك سؤال حتى نجيب على الأول بس ياريت إجابة سريعة عشان ناخد أكبر عادة نعم نعم سريعة جدا أولا السكيزوفرانيا لا تعالج يجب أن يعرف هذا الشيء لأنني أنا درست الطب النفسي ودرست العلاجات النفسية السكيزوفرانيا لا تعالج وإنما تحاول أن تجعل المريض يعيشه يعني بطريقتنا قل ضررا مما هو يعاني منه ولكنها لا تعالج العلاج علمك السكيزوفرانيا هو مرض مزمن حسب الطب النفسي نعم طب وهل في حد اكتشف له علاج؟ اكتشاف العلاج للسكيزوفرانيا مشكلته هو أن بدايته مشكلة أن بدايته هي ما يعاني منه أغلب الشعوب العالم اليوم والكل معرض له وهي المعتقدات هي ما تسبب السكيزوفرانيا علم؟ السكيزوفرانيا لا تحدث من العدم وأنما الخوف من شيء ما يحدث بشكل قهري وسبب السكيزوفرانيا لكن هي بلط سفات جينية واسفته راسية لا 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 ليس الجميع ليس الجميع أعرف من هم يعانون يعني من السكيزوفرانيا رجل وامرأة وأطفالهم لا يعانون من سكيزوفرانيا فهي طفرة جينية تحدث يعني بشكل ليس يعني منصق قد لا يحدث في أبنائهم ولكن يحدث في أولادي أولادهم علمت جميل وطبعا للصفات فيه متنحية وسائدة وطريقة نقل الصفة من الجيل اللي جيل لها معينة وفي محاضرة هنا صادقنا عسام الخواجة محاضرة طبيب نفسي في الولايات المتحدة الأمريكية من أصل مصري وعملين حلقة كاملة عشيزوفرانيا طيب واحد بيسألك هل نضال هماني قريبا من فلسفة سبينوزا أو في وحدة الوجود أو ديكار تتولى أو أيضا فلسفة ديكار تتولى لحظة الآن أو قوة الآن وعيش في الآن يعني هل انت خلط في السؤال هل انت قرأت نعم خلينا في سبينوزا وبينها سبينوزا وبينها وبينها ديكارت نعم ايه؟ هناك خلط بين سبينوزا وديكارت ديكارت كان طبالا لرجال الأديان ديكارت ديكارت كان طبالا لرجال الأديان يسعى إلى رضائهم سبينوزا كان حرا يعيش تجربته الداخلية وبينانا عليها يكتب ولهذا علم الأخلاق أوجده بعد موته وهو أكثر الكتب وعمقا وجمالا ولا يفهمه إلا أصحاب الضوق والرفع أتفق جدا مع سبينوزا ليس من خلال قراءتي صراحة لكتبه وانا من خلال حقيقة التي اكتشفتها أنا في ذاتي وعندما قرأته لسبينوزا وجدته شريكي الذي اشترك معي في نفسي بوعدي نعم كبودة واسبينوزا يعني وغيرها نعم أبو حامد بيقول هل الوقت الأدنى دهوت النهاردة حقيقة ولا خيال يعني بيمزح بيقول هل الوقت هذا حقيقة ولا خيال الوقت الذي مضاهه الآن الوقت الذي مضاهه الآن هو خيال لأنه لم يتعرف على الحقيقة بعد لأن كل ما يعرفه الآن هو عبارة عن خيال ومعلومات يستقبلها بالحواس فكل شيء وهم وخيال في الوقت الحالي يعني كل ما يحدث بيننا الآن هو عبارة عن خيال يعني كيف تستطيع أن تسمع صوتي عزيزي أحمد الآن عن طريق حاسة السمع كيف تستطيع أن تراني عن طريق حاسة البصر ترى ابتسامتي عن حاسة الرؤية كذلك البصر نفسها فما نحضاه الآن هو حلم فلنجعل حلمنا هذا عبارة عن حب وسلام وآمن فيما بيننا وجمال ورأفة ورحمة هذا هو هدفي فقط يا آه طيب فيه سلوى المرابطي بتقولك متشكرين عن من ضال على الحلقة دهيت وكتر ألف خيالك عباس بيقول طيب ما أنت بتقول الطواقف الدينيين والعلميين والملحدين طب ما أنت كده يعني لو أنت مش منتمي لطواقفة من الطواقف دي ما أنت كده عايز تعمل الطواقفة بتاعتك لا أعمالي أصلا ليتبعني ليتبعني ينتهي به المطاقف إلى الجلول أغيرنا بيقولك أنت بتعرف الفيزياء والرياضيات في نظر النضال ليس تكمل أفهمها هل لك رؤية مختلفة للعلوم دهيت أولا علوم الرياضيات بديهية وواضحة جدا بين الجمع والطرح والقسمة والقاسي والزيادة وهي ظاهرة ويعني منذ فجر التاريخ بدون الرياضيات لما تم بناء الإهرامات بهذه الحدة والبداها على ذلك ستسقط على بيوت أصحابها فالرياضيات هي شيء قديم جدا وليس شيء حديث الحديث هو تغيير شكل البناية بدل الأحجار إلى طوب بدل تغييرها من الكواركس على سبيل المثال كما استقبلنا سنوان الفراعينة سابقا إلى الياجور أو ما نسميه بالرخام وغيرها نفس الكنسبت وقفها قد تغييرها مع الزمن فالرياضيات مهمة بطبيعة الحال وهي شيء يجب على الإنسان اكتشافه فتفاحة زي التفاحة تساوي تفاحتين وهذا أمر بديهيا جدا هذه هي الرياضيات بمفهومها المنطقي أما الفيزياء فالفيزياء متغيرة مع الزمن بالستثناء الأشياء البديهية والمتبتة مثل النسبية العامة والنسبية الخاصة لأينشتاين التي لايمكننا تغييرها بطبيعة الحال وهي ظاهرة بالستثناء التفسيري البعد الرابع وهو الزمكان وضع اسم الزمكان لتفسيري ظاهرة الشبكة يعني الشبكة التي تقف عليها الأرض وسميت بالزمكان تسمى بالانجليزية ولدينا شيء آخر في الفيزياء بحكم أن الموضوع متعلق في الفيزياء لدينا شيء في الفيزياء عزيزي أحمد لم أرى ولا عربيا واحدا سوى كان محبا للعلم أو يعني عالما أو بروفيسورا أو غيرا تحدث عنها وهو موضوع البرسيزين البرسيزين وهي مرحلة دوار محور الأرض في مرحلة الستة وعشرين ألف سنة عراضة قد نقول لديك خلفية حول هذا الموضوع بس أنا يعني ما بأكلمش في الموضوع الفيزياء بس سمعت عنه يعني نعم عن السؤال عن السؤال بشكل عام نعم وهو يهز إلى دوران المحور حول النجوم الاثنى عشر في حوالي ستة وعشرين ألف عام ولدينا الفراعين أنا داك في زمانهم وضعوا نفس النسبة بالضبط علمت ولكن في زمانهم كان الوقت أبطأ حيث وضعوه بنسبة تسعة وعشرين وضعوه بنسبة تسعة وعشرين فاصلة تسعمائة وستين ألف عام بحكما لزمانهم وأن الأرض بطبيعة الحال يعني مع الزمن تبطأ حركتها ومع السنوات يعني ستبطأ حركة الأرض ووقتنا سيتغير لأنه يكون 24 ساعة هذا يعني بالتفاق الفيزياء علمت لكن هذا الموضوع أو على سبيل المثال أو محور الأرض لم أرى إلى حد الآن عربياً واحد انتحدث في هذا الموضوع رغم أنه هناك ضجة كبيرة في الفيزياء يعني الإجنبية حول هذا الموضوع يعني هذا ما أردت أن أسرده أود أن فقط أن أسرد شيء بسيط فقط لدقيقة هو أن العالم العربي للأسف الشديد تعرض إلى مرحلة من الاضطهاد الديني والمفاهيم الدينية وأته العلم على فجأة بدون سابق إندار فأصبح الإنسان يعني فوراً يعني ينتقل إلى هذا العلم طبعاً أنا أتفق مع العلم كثيراً جداً ولا أن كل العلم يجب أن أحدد هذه النقطة ولكن أتحدث عن مرحلة الهاوي الذي يهوى العلم الشخص الهاوي الذي يهوى العلم هو الذي يأتي يعني يضع صورة مثلاً على سبيل المثال شارلز داروين وهو لا يعرف شيء عن طريق التطور وأمثالها ولا تحدث معهم كثيراً خاصة في قناتي أو يكون مهتم بالفلسفة تأتي الفلسفة محددة يضع صورة مثلاً فريدريك نيتشا وتحدث معه عن العودة الأبدي أو عن الفشية النازية التي أتت على سبيل المثال ما بعد نيتشا وما علاقتها بهتلر يعني تجده فقط رأى اقتباساً فتحفز بما نسميه بأوضاع الكرتون مثل الإنسان الخارق الإنسان البطل الإنسان الآري التي أثرت من بعده طبعاً الإنسان الآري عن طريق هتلر فتجده تحفز بهذه المواضيع فوضعها كخلفية كرمز يعني ليعطاء المعنى بحكم أن أغلب الشعوب تعيش في فقر مطقع فتبحث عن المعنى سوى عن طريق العلم لكي يمجدها الناس باسم عالم فيشعر بالمعنى أو عن طريق يكون رجل دين فيمجده البشر كقديس فيشعر بالمعنى أو أن يكون مثلاً وا 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 من المفاهيمة التي يعني ترضي الآن للإنسان يا سلامتاك أنا بغض جميل جداً واحد عملة نور بتقول يعني ليه أخفت الفراعنى هذه الأسقار ليه أخفت الفراعنى الأسقار أو المصيين القدامة كاسم الفراعنى من اسمها الخطوة الشائعة يعني من اسمها الحضارة المصيين القدامة أخفت الفراعنى هذه العلوم أخفتها أولاً بالنسبة الأولى على الشعب على الوعي العام لأن الوعي العام لا يستطيع أن يتقبل مواضيع فوق وعيه الطبيعي لأنه ينتمي إلى طوائف كما تحدثنا تحدثنا لا فقط عن الطوائف سابقاً كانت نفس المنهجية ولكن بصورة تقليدية طائفة دينية معينة لكنها بسيطة ليست مثل اليوم طائفة طبية بطب بسيط ليست مثل اليوم وا 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 وإلى الآن لا تزال هذه الطائفة سرية وقلت أنها أتت من أم حوتب وأم حوتب هو مؤسس ما نسميه اليوم باسم الماسونية أو العلوم الفرعونية السرية وليترمز إلى هرمين المنقلبين وعندما يعني سيكون لو في حديثاً يعني في المدرسة يعني لن أضيع فيه وقت أسيرة المتابعين الآن حتى لا أضيع وقتهم يعني طيب سبيس طايم بيقول نضال قال أن الحضارة الفرعونية الأقرب إلى إلى الأقرب الأقرب إلى ما أدركه بتجربته الشخصية طيب تجربتك الشخصية دي من أين أستقيتها؟ ما هو يعني الحضارة المصرية حتى لو أنها يعني مصري أو أي حد على كوكب الأرض عايز يعرف أي حاجة لازم حيذهب إلى مثلاً بتوع كتبوا في الموضوع في حاجات تفقوا عليها حاجات فيها وجهات مصرق واختلافات وفرديات وكلام ملدة فإزاي أنت توصل لحاجة بتجربة شخصية أنت لازم توصل من خلال الطبيعية المغربية جميل جداً يعني أتعلم الإجبتولوجي عندما أكون مخطياً في تسمية المصلحة العلمية الجيبتولوجي الجيبتولوجي اجيبتولوجي أي جيبتولوجي أي جيبتولوجي علم المصريين طلب العربية يعني علم المصريين أو علماء المصريين يدرسون صعباً في النفق قول المصريات يدرسون حقاً المصريات القديمة خلاص علم المصريات فعلماء المصريات يدرسون بشكل عام طول الفرعون كم عمر هذا القبر كم حجمه كم طوله ما نوعه الصخرة كم حجمه الصخرة أهم حاجة أهم حاجة فك اللغة فك اللغة فك اللغة فكت منذ زمن بعيد منذ عصر نابليون هو الذي فك اللغة وليس علماء العصر الحديد نعم علمت فك اللغة عن طريق ذلك الحجر الذي وجده وفك لغته نعم ففك اللغة ليس بالأمر الحديد علمت لكن لكما يدرسون علماء العصر الحديد هو دراسة لمن نسميه اليوم بيعني الأشياء الموجودة عمر هذا القبر شكل هذا الهرم طول هذا العرم عرضه والتي ليست هي من أساس يعني بنية الحضارة الفراعونية من أساسها ولهذا نراهم اليوم لم يجدوا إجابة لأهم الأسئلة الجوهرية للفراعنة لأنهم يبحثون عن شيء لم يكن للفراعنة هدف لهم فيه من البداية نعم طب انت عرفت منين ان هم مقسمين الناس للطبقات المعلمين والتلاميذ والشعب عرفت عن طريق أحد الكتاب ولا عن طريق لأنني من المسونية الأشخاص يقولون المسوني في القناة يقولون لي مسوني عرفت من المصادر الخاصة يعني مثلا المصادر التي يدركها الإنسان أولا هناك هناك عدد مصادر يمكن الإنسان أن يطلع عليها متواجد يمكن لها أن يطلع عليها وأن يفندها بوعيه وأن يحللها كما أن هذا جزء من الخمسين في المائة الخمسين في المائة الأخرى من خلال تجربة الإنسان الداخلي لتجربة وجوده فيستطيع أن يصنف من خلال تجربته الداخلية التي خاضها تشابه معلوماته مع من خاضه مثل هذه التجربة كسبينوزا أو حتى الحضارة الفرعونية لو فرق بين الاثنين فمن خاض تجربته الداخلية قد خاضها هذا ما أرمز له بهذا المعنى في الحضارة الفرعونية كما قلت هي الأقرب كما أن حتى الحضارة الهندية بايدواهية الأقرب للعلم عزيزية أحمد بشكل كبير جدا 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 وإن توتنت مع الزمن وهي ترمزي نفس الشكل برامها وهي مرحلة الفراغ شيفا مرحلة التدمير أو البناء فيشنوية مرحلة الخلقية والعقل أو الحافب نفس الشيء طيب يا صديقي فيه أنا سؤال من مهند حسن بيقول إعلاقة المتنورين بالمسولين مش عافل جزء تاني من السؤال بيهزر ولا إعلاقة الماعز ومدللاته عامل مصارحة شمالماعز عندك في القناة فيه مصارحة عندك كده ولا هو بيهزر لا أدري بالضبط لكن أعتقد أنه لديه تمب نيل بأصورة بأصورة معز ولكن كتمب نيل خارجية فقط لا تانيانا يا سادة ده حدث عن معز ولكن أنا ممكن لكن أنا ممكن أجاب عن جزء الأولاني أنا يعني وبعدين تعالى أنت نعم 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 اللي هو المتنورين علاقتهم بالمسولين فيه المتنورين فيه الإوليوميناتي اللي هي ده جماعة نورانية تهدف لتوعية الناس وفيه المسولين الفريميسون اتكلمنا عليهم اتكلمت عليهم أنا بالأمس وأستضافت الناس منهم ودي جمعية شبه سرية لها أهدفها الحرية والإخاء والمسواة كما هو معلن ومعروف وفيه المستنرين والتنوير اللي هو اللايتمينت بالإنجليزي فيه إوليوميناتي فريميسون فريميسون إوليوميناتي والثالثة اسمها إيه إوليومينات فإوليومينات ده هي تحاكم علمية ثقافية نشأت في أوروبا في القرن الثمنتاشر عشان تخرج العقل الأوروبي من الكون الوسطى إحنا فيه ناس عندنا في العلامة العربية بتعمل ده هوت بالنسبة للمسون والإوليوميناتي ديجيتا منظمات لها هدفها برضو الإصلاح لكن بطرق مختلفة عن الطرق بتاعت اللي هي الإلنايتمينت لها طريقها الخاصة وتقصها اللي هي تجعلها زي ما أنا قلت في أحد محاضراتي شبه دين فهي شبه لها شابه شابه من الأديان لكن طبعا هي ليست دين مستقل والكلام ده قلناه قبل كده فالتنوير يعني لما تقولها بالإنجليزي هتلقى راضحة إلنايتمينت فريميسون وفيه إيه الإلوميناتي وفيه حاجات تانية كتير كمان وكل الحاجات دي لأنهم مش غادين عن واقع وأفكار وعلاقات العصور الوسطى بس الماعز أنا معرفش عنه حاجة أنا معرفش نضال قال أنه حاطت في حاجة معرفش أنا معديش خلفية لموضوع أصلا واحد يقول لي من فضلك الماعز وبتقول لي من فضلك اسأل نضال عن السلبية مبدأ السلبية مبدأ السلبية ومبدأ مثل مبدأ الإيجابية الإنسان يتنطع بين كلا الطرفين وعلى الإنسان يتعلم من كلاهما إذا وضعت في يعني موضع إيجابي اليوم مع التقائك مع حبيبة جميلة وترى موضع إيجابيا فغدا هي نفسها ستنكد عليك إذا وضعت نفسك في موضع سلبي كالتقائك على سبيل المثال بشخص ما كره الوجه لا تحب طريقة تصرفه غدا قد يكون هو إيجابيا ومن أحد الأقرب الأشخاص إليك كما حدث يعني للجميع فما نراه سيئا اليوم غدا نراه جيدا ونراه اليوم جيدا غدا نراه سيئا أما بشكل سريع جدا عندما تحدثت عن تجربة التقمص وتقمص الأرواح بشكل سريع يعني لننظر الآن بطريقة فقط فدة وسريعة حتى لا أطيل الوقت حول دقيقتين أنه في هذا الجواب وهو أن لنفترض أنك الآن أنت ولدت في هذه اللحظة وعمرك يوم واحد وأعطيناك كل المؤهلات العقلية والفكرية والقدرة على المشي والقدرة على التكلم والأكل والتكلم طبعا على حسب بيئتك واعطيناك كل العلوم التي حولت من فيزياء وكيميا وروحانيات ومورائيات وعلوم مادية وإلحادية ودينية هل عمرك التي ستعيشه وأنت من هذه اللحظة إلى الستين أو سبعين عام التي ستموت فيها ستكون كافية لكي تتعلم أسألك أنا الآن هل ستكون كافية طبعا لن تكون كافية بطبيعة الحال فبالتالي يجب عليك أن تعود في مكان آخر مادنب القروي الذي يعيش في غابة أو يعيش على سبيل الميتان في قرية صغيرة يقضي فيها السبعين عام وكله وهو يرعى الغنم أو ينش يعني الدجاج والحضير أو أنه يعيش مثلا في قرية يعني بدوية ويقضي فيها السبعين عام إن كان الإله خلق فقط هذا الإنسان لكي يعيش فقط هدي السبعين عام ثم بعدها إلى الجنة والنار فإن هذا الإله عبتي ولا يعرف كيف يخلق ولم يعرض هذا الشخص لعلوم أخرى ولكن إن كان هذا الإله محنكا ويعرف كيفية الخلق فإنه علمه تجربة ما هي العيش في عوالم البدو والطبيعة والعالم هذا ثم بعد ذلك يعطيه تجربة علمية ثم بعد ذلك يعطيه تجربة روحية ثم حتى يتعلم هذا الإنسان على مدار حيواته وبالتالي يصبح على ما يصبح عليه لهذا لا تستغرب وعندما تروا إنسان صغيرا في العمر متكملا في العلوم هي عبارة عن أمور حيوات أخرى يدركها فقط في حياتي سأظن يعني هو الحقيقة يعني لما الواحد ينظر كده يجد أن تناسخ الأرواح أو التقمص أو كده لعله أفضل من فكرة البعث والعذاب الأبدي والنعيم الأبدي لكن فيه إشكال يعني وقد يمكن ده السؤال بتاع اتجاهات بعد يقول لي سؤال لي أنا للأستاذ أحمد ألا يعتبر ما يتحدث به نضال علوم زائفة والله أي شخص يتحدث سواء أنا أو نضال أو أي حد تاني يتحدث أي حديث لا يستطيع البرانة عليه من خلال أدلة وبراهين قاطعة تشهد له بها الجماعة العلمية لو في مجال مثلا الفيزياء يبقى الفيزيائيين الكيمياء يبقى الكيميائيين في العلوم السياسية عامل نظرية سياسية نظرية قصادية يبقى الجماعة بتوع المجال ده فيعني فيه جماعة علمية والحضارة الإنسانية عملت تراكم معرفي كثير وتراكم حتى في الأفكار الدينية فيعني يحكم بهذا أي حد يسمع كلام معلوش أي أدلة عليه أن لا يصدق صاحبه ولا في نفس الوقت لا يبغده يعني لا يبغده طالما الأفكار بتاعت هذا الشخص أفكار غير مؤذية أفكار صديقة للبيئة والإنسان يعني مش هيعضك ولا هيضربك ولا هيقول لك ينعمل حد ردة وما شابه ذلك فيبقى ساعتها عادي يعني ما فيش مشكلة فأنا وجهة نظري قلتها وأنا يعني المخالف معها في حكاية التناسخ وكده وانا قيل كلمة من أول يعني ما عنديش مشكلة طيب عايز لو حد كاتب سؤال هنقراه أنا في ناس مش عاجبهم الحديث بتاعك وناس عاجبهم الحديث بتاعك وده طبيعي جدا يعني طبيعي واحد واحد جميل واحد جميل كاتب يقول أنا تلميش في مدرسة نضال ما يقصد نضال إن أدراك حفظة الوجود من حولنا لن تكون اسمه مش عاجب سكتعرف من حولنا لن تكون عن طريق أيديولوجيا معدة مسبقا أو فكرة مستوردة بالنسبة لي كتلميش نضال هذا الأخير نفسه يعلمنا أن لا نصدقه ما لم يخضع للتجربة هذا عزيزي الغالي عماد هو المسؤول عن المدرسة طيب حلو حلو يعني نعم المشور طلع النازق كمان مش تلميز يعني طلع النازق مش تلميز يعني من توضعه الجميل من توضعه الجميل يعني من أروع الشخصيات أو في ناس كتبين أنت الأعظم والأفضل يعني ضال هل تتواصل مع أرواح مسترات سلوى بتقولك هل أنت عندك تواصل مع أرواح مسترات مش عارف المسترات يعني إيه معلمين يعني سلوى المرابطة الإجابة عن هذا الموضوع طبعا كان خصص هذا الموضوع الذي سنتحدث فيه الآن بطريقة عقلنية يمكننا أن نفسرها بأعد طرق وإشكال ولكن هذا السؤال قد يكون مخالفا لموضوع عنوار حلقة اليوم لهذا قد نخلط بعض الشيء تواصل الأنواع الأنواع مع المسترات ويومنا نسميه بالإنسان الذي وصل للإستنارة هو الذي يخرج من تجربة التقمص فيتحد مع الوجود وتكون تجربته وهذه هي الأخيرة فيتواصله مع الوجود وتواصله مع كيناته التي اكتملت نفسها نعم هذا ما يعنيه بالمعنى الحارفي أما الإنسان الذي لم يكتمل ولا يزال يعني في كل تاني يعني يجلف وتعطيه أفكار في عقلي ولا يستطيعوا التخلص منها هذا ما نسميه بحالة السمسارة أو الإنسان النائم طيب في علي بشير صديقنا من العلاب وليه المؤسسات العلمية صقحت بأن علوم الطاقة والباسيكولوجي هي علوم زائفة سلوى المرابطي بتقول إيه هو الحب والجواز والإنجاب في فلسفة أوكي أوكي نجيب على السؤال الأول العلوم الطبية التي قالت أن هذه العلوم هي علوم زائفة العلوم الطاقة نعم العلوم العلمية قالت أن العلوم الطاقة هي علوم زائفة والباسيكولوجي ضغط خاطف والبلادي نعم نعم قالت نعم يجب أن نعرف هذا الشيء قلت لك عزيزي أحمد سابقاً أن هذا الموضوع موضوع تجاري إن آمن البشر بعلوم الطاقة فلن يشتري أحدهم الأدوية وبالتالي يجب عليهم أن يكرسوا كل من في طائفتهم لكي يكرسوا أنفسهم لكي يقولوا يعني فاخضعوا للطبيبية ليست مؤامرة ليست مؤامرة هذه غريزة بشرية فالعالم العالم الفيزيائي والعالم الكيميائي هو إنسان يسعى إلى الرغبة الجنسية ودات المؤخرة الكبيرة ويسعى لمن هي جميلة ويسعى طبعاً للمال ويسعى على سبيل المثال أن يكون حياته أفضل ويسعى أن يكرم ويحصل على جائزة يعني عالمية يعني هو إنسان في نهاية المطار فعلمت عزيزي وليس لديه حقيقة فبالتالي يعني هذه الطائفة تحارف هذه الطائفة أنا من وجهة نظري كما قلت سابقاً لا أتفق مع الطائفة البراسيكولوجية ولا أتفق مع الطائفة السينتيفيك أو العلمية إلا بما يخوضه نضال بالتجربة أنا الآن أخذ أنتبيوتك أو مضاد حيوي هل عالجني في مشكلتي هذه بناء على اسمه ومواصفاته إذن هذا الدواء سليم بالنسبة لي لكن إن لم يعالجني وسبب لي تفاقم إذن الطبيب لم يشخص الضواء الصحيح أو أن هذا الدواء نفسه بعلل تهدف لتدميري بناء على تجربتي أقيم لكن لا أحكم لكن لا أحكم على سبيل المثال أحيانا المستعمل عزيزي أحمد أحيانا المستعمل عزيزي أحمد يكون هو يعني المسيء في استخدام الأدوية مثلا أعطيك مثلا لا دري أيما الأدوية التي بجانبه الآن بد لنعطي مثال مثال مثلا الباندول شخص أتاه صداع الرأس الشخص الذي صداع رأس أو كذا فيقض الباندول فيسكن ألمه مؤقتا يعلم هو أنه لا يعالج ألمه فهذا جميل أنه لديك اجتماع أو لديك محاضرة أو لديك شيئا ما فأخذت هذا فسكن ألمك فهو مفيد بالنسبة لك هذا ما أعنيه الآن بالتجربة علمت لكن الأغراض الطبية الصيدلية وغيرها والأرباح منها هذا طبعا وارد لأن الطبيب إنسان والذي يصنع الأدوية إنسان والذي يبيع إنسان يهدف إلى الربح وهذا طبيعة غريزية بشرية ويقول وانت موني نعم عزيزي أحمد الحب والجواز ما علقتش عليه الحب والجواز والنجاب في ما هو الحب والعلاقة بينك إنسان نعم ما هو الحب والزواج والإنجاب في فلسفتك أولا الحب هو تجربة داخلية أولا علمت يجب أن يدركها الإنسان بين حبه لذاته ثم بعد ذلك يفكر في أن ينجب حبيبه أو حبيب إن كانت هي إن لم يدرك الإنسان الحب في داخلي فسأنه سيتعلق بالشخص الآخر لأنه سيرى أن الحب في الشخص الآخر وبالتالي سيقع في مسيضة الطرف الآخر ويقع في مسيضة التعلق أليس تنقله إلى طبيب نفسي سيعطيه أدوية يأخذها إلى أدري إلى كم من شهور تخدر ألمه ولن تحل له المشكلة وسنعود في نفس الموضوع فهنا الحب يجب على الإنسان يدرك أولا حبه الداخلي لكل البشرية للمتعصب دينيا وللملحد وللعالم وللغنوصي وللربوبي وللمتدين المتشدد ولداك ولداك حتى يتمكن الإنسان من أن يتمكن من الحب السرمدي بعد ذلك أن يحب ذاته ويحب الخلق أجمعين يفكر حين أن يحب فتاة معينة بجسد معين هذه المرحلة وهذا هو طرق الزواج المرحلة الثانية هي مرحلة الإنجاب أنا لا أفكر في الإنجاب ولا أودوان أنجب لأن العصر الذي نحن فيه الآن هو عصر أن تنجب فيه الطفل يجب أن يذهب إلى المدرسة يجب أن يذهب إلى هذا يدرسه وهذا يعلمه ويحفظ ويدرس وتصيق معه في السابع صباحا لكي يدرس نظريات علمية في المدرسة والجامعة بعد أربعين وخمسين عام يمكن لها أن تتغير في أي لحظة بنظرية جديدة ويذهب استيقادك هباء من توره وغيرها من الأشياء التي تحدي في حصنا الحديث لا تهيئ للمرأة أن ينجب أطفال فأنا ضد إنجاب الأطفال شخصيا لكن يعني لكل شخص له الحرية أن ينجب لكن أنا لن أن ينجب لا أريد أن أطفال لا أريد أن أطفال لا أريد أن أطفال سابقاً وحالياً عايش في كينيا وقلت له حتى إحنا مجاة ممكن نبعد بعيداً عن القصص دي كلها ونعمل حلقة عن كينيا في مجاة لاحقة يعني عن كينيا والشعب الكيني والحياة في كينيا خاصة أن إحنا يعني رغم أن مثلا نضال كان عايش في المغرب وهو ليبي وأنا في مصر عايش ورحة تونس والمغرب إلا أن إحنا بحقيقة نجهل أفريقيا الصمراء جداً جداً ومعلوماتنا عنها تكاد تكون ضعيفة جداً إلى الغاية وهذا شيء معي بالحقيقة يعني ممكن تعرف بنفسك وفي نهة بتنصحك نصيحة رسالة للسيد نضال أنت شخص جميل وعقلك سليم أنصحك أن تبتعد عن قصص ما بعد الموت لأنها هي شايفة أن بعد الموت ما فيش إيه شيء وطبعا فيه كلام كتير إيه والفراغ والفراغ والعدم تعليقات كتير جداً إحنا هنقراها بعدين لكن أنا عايزك نختم الحلقة دي قربنا على الساعتين يا نضال والصالون يعني أوشك على الانتهاء في أفضل شيء أنك تقدم مين نضال أنت مين من أنت يعني أنا لسه أين تعيش أنا لست أحد بالمعنى الحرفي أنا لست أحد بالمعنى الحرفي أوكي جسدي جسدي ودماغي درسوا على مدار سنوات يعني درست في الجامعة البريطانية في الجامعة جامعة كاردف متريبولتين يونيفورسيتي على مدار ثلاثة سنوات في إنترنشنل إنترنشنل بيزنس منيجمنت عدارة العمل الدولية كما كذلك نضال درس علم النفس الإكلينيكي كما درس كذلك دراسة داتية حول يعني علم النفس الإكلينيكي الطبيب نفسي نعم نعم دراسة داتية دراسة داتية دراسة داتية 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 يعني مش ممارس وأيضا حول الطب النفس دراسة داتية من الجامعة الأخرى وهو ما نجيبه عنه الآن وهو يعني متفق عنه يعني طبيا وعلميا درست كذلك شيئا من الفيزياء كذلك والكيمياء وأنا متعلق بعلوم الفضاء يعني بشكل كبير ليس بمقهوم التعلق أنا متبقى عن الحد لعلم لكن الله يا عم من إضانة دراسة شاب حاول تاخد درجات أكاديمية هفيدك أكثر كبير الدرجات الأكاديمية عزيزي أحمد مشكلتي أنني نفس الأكاديميين أطرح عليهم أسئلة يعني هم لا يحبونني بسبب أسئلتي أسئلة عليهم يعني حول المادة المظلمة والطاقة المظلمة بالداتية التي يتحدثون عنها قل لهم تضعون وضعتوا تحدثوا وضعوا حوالي 70 بيج وقلت لهم تعالوا قبل كل شيء قبل هذا الرسرش الطويل لنتحدث بطريقة سوى علمية وحتى فلسفية إنشاطة معقلانية ولنرى الطاقة المظلمة التي توسع هذا الكون لنبدأ بالبيزيكس الخاص بها هل هي من البيج بانك التي وسعت هذا الكون وما هو المرجح الذي قد يعيدها مرة أخرى لكي تنعكس على هذا الكون فتدمره مرة تانية وبدأت الثيري بيز أون العالم فلان الذي قدس الله سره والعالم فلان قال الذي قدس الله سره لا يختلفون عن الأديان هذا يستنجد بذاك علمت عزيزي هذا يقول قال العالم فلان وهذا يقول قال البروفيسور المرجح بين النظرات العلمية هي الأوراق العلمية المحكمة مش قال فلان وقال علان يعني حتى لو قال فلان انت ممكن تنسف قول فلان أو علان لكن بواقع اسمعني بس اسمعني يا حج نظر بواقع علمية محكمة يعني أنا ممكن أنا مثلا أقول أنسف النظرية بتاعت أينشتاين أو داروين أو أي نظرية من نظريات العلم الأحياء أو البيولوجي أو البيولوجي الأحياء يعني أو الكيميا أو الفيزياء أو غيره ولكن بواقع علمية محكمة مش بخطابة يعني كما يفعل كثير من رجال الدين هنا في ناس دالي بيقولك نحن على مش عارف دالي واحد أو واحدة مش مشكلة يعني نحن على ورية سوريا ولبنان نؤمن بالتناسخ لأن عقدتهم فيها جزور هندوسية وأيضا الدروز عندهم التقمص شبيب بالتناسخ بارد آآ 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 يعني كفاية كده الأسئلها موجودة كلها ويعني نترك الحكم على الحلقة والعلم الزائف والعلم الحقيقي للأصدقاء كلهم ويعني عايز أقول آآ نضال يعني أتمنى لك مستقبل باهر إن شاء الله في حياتك وأتمنى أنك تحق شيء وتدرس أكاديمي دراسة أكاديمية في أي جامعة تكون تتقبلك يعني مش تكرهوك وتكرههم وكده جامعة تتقبلك وشيء من هذا القبيل وممكن نعمل مرة قاعدة ندردش عن كينيا وأخبار كينيا وكده عايز أقول حاجة قبل ما نرفع الجلسة في طبعا عشرات التعليقات أنا هتركها وأنت أراها وأظن هتكون مفيدة لك كتير نعم متبخدة قريبا خمس دقائق فقط يع خمس دقائق واستوى عشر يعني نحاول أنك ضيفهم الأقط أسرع وقت أولا عزيزي الدراسة الأكاديمية لست مضطرا أن أذهب لكي أدرسها إلى الجامعة لأن كل شيء متواجه في مواقع علمية مخصصة لكن مشاكل المواقع العلمية المخصصة مثل أعطيك المثال Life Science هو من أشهر المواقع العلمية الموجودة وموقع نيتشور على سبيل المثال دوت كوم إن لحظت عزيزي وأرسل لك بحث علمي من أربع وخمسة مواقع علمية فترى الاختلاف في تدقيق النسب وكل موقع علمي يتحدث بطريقة هذا الموقع ينسب بحثها أو في الريفرنس علمت أو المرجع ينسب بحثها إلى منظمة علمية معينة وهذا البحث العلمي ينسب الريفرنس لمنظمة علمية معينة وكما تحدثنا سابقا عزيزي أحمد وقلت لك أن كل منظمة علمية صدقني تبحث عن مبتغاه الشخص والخاص لأن الذين يعملون في العلم عزيزي أحمد لا يختلفون في منهجيتهم لديهم مطالبهم الشخصية ولكن هذا لا يعني أنهم سيخرجون عن العلم بطبيعة الحال سيتطفقون مع العلم ولكن إن كانت هناك بعض المصلحة فنقوم بعمل بعض المشاكل وإن كان هناك بعض المشاكل فنقوم بصنع فيروس معين ومشكلة معين لكي نستطيع أن ندخل مداخل معينة فهذا هي طبيعة الإنسان العلم والإنسان أمران مختلفان أنا أحترم الفيزياء الحقيقية والكيمياء الحقيقية والعلم الحقيقي لكن أشك في البشر الذين يمتهنون هذه المعنى لأن الإنسان البشري له غرائز ويمكن له أن يقوم بأي شيء من أجل غريزته ومن أجل معيشته وطعامه ومسكنه قانون عالم الغاب يظهر سوى كان بالطريقة الشعبية في الأحياء الشعبية عن طريق الغجر أو يظهر عن طريق الصور العلمية بالجاكات والكرافات واللبس الرسمية ولكن بطريقة مختلفة كلاسيكية دبلوماسية The same thing عزيزي أحمد لهذا ما أود أن أقوله هو الاعتماد على التجربة الشخصية ليس مشروطا أن أدرس دراسة أكاديمية وأن أمامي الأنترنت تحدثت معك كل ما قلته لك هو دراسات علمية حول البرسيشن أو دور محور الأرض يمكن الجميع أن يعود إليه تحدثنا كذلك عن موضوع بداية الوجود وهو الفراغ الذي بدوره هو اللاشي ثم تحدثنا عن مرحلة بداية الخلق أو الميكينج علمت والتي بدأت مرحلة ثانية وهي البيك بانج ثم تحدثنا عن مرحلة الثالثة ما تخل نشوه الإنسان وخلق الإنسان وهي الهومو سيبيينز يعني لا لو حب أن ندخل العلم في فلسفتي ولكن هذا ما يعنيه بمعناها الجوهري انضققنا إنه سيينتيفك مرحلة سيينتيفك لكن المصطح يختلف بدل بيك بانج وضعنا مصطلح الجزء الثاني من الفراعينة بدل الفراغ اللي شيء قبل الوجود وضعنا مصطلح أمون بعد المرحلة الثالثة من مرحلة الانتهاء وضعنا مرحلة أمون راع ومرحلة صنع الهومو سيبيينز إنه مرحلة ولكن بمصلاحات مختلفة لأجيال قديمة جدا استخدمت مصلاحات مختلفة مرحلة وإن نتذكر أن ما نتعلمه نعم لنتذكر أن ما نتعلمه يعني في المدارس أو في اليوتيوب أو في أي مكان نراه عزيزي أحمد لن يتم طلقنا العلم الحقيقي الذي فعلا نحن نحتاجه لأنه إن لقنت الإنسان التائه أو الطبق العامل العلم الحقيقي لن تستطيع أن تسيطر عليه جميل جدا يا صديقي يعني و يعني أكرر لك التمنيات بالنجاح وأكرر لك برضو النصيحة أنك تكتهد في الموضوع الأكاديمية دي هتفرق معاك في حياتك كثيرة و يعني أصبر أصبره وصابره ورابطه وفعله الخير لعلكم الصديقات المتابعين لنا في هذا اللقاء وبك بقى مع الفرق الإسلامية وحنكمل جحلاتنا معها ونفكك كيف تفكك الإسلام وأصبح الإسلام ليس إسلاما واحدا ولكن إسلامات كيف نشأت هذه الإسلامات من وقت وفاة النبي محمد حتى يومنا هذا هذا موعدنا غدا والساعة العشرة مساء في نفس موعدنا وتصبحوا على خير وشكرا لكم جميعا واحد واحد وواحد وواحد وكمان طبعا للصديق العزيز النضال والمارك جاية وهو بقى ممكن تفق معها بعدين يعني نتكلم على حكاية كينيا دي لأن أنا بالنسبة لي أنا من أحلامي أذهب لفت العالم شرطا وغربا ولم أذهب بعد إلى أمريكا اللاتينية وإلى أفريقيا السمراء شمال أفريقيا كله تقريبا رحته يعني لكن أفريقيا السمراء وجنوب أفريقيا وكده لسه ما رحناش فلعل النضال يشجعنا على هذا وقول لكم تصبحوا على خير على خير